موسيقى أنت أيضاً في الجامعة نفسها عملت رئيس قسم المشاة الرياضية نائب مدير المشاة الرياضي ورئيس الهدف الحكام الجامعة أنا أقول لك ليش نشاط الرياضي في جامعة المكسعود الحقيقة نشاط لا يمكن وصفه إلا أنه متميز جداً أربعة زائد واحد ستعطي فرصة لخمسة إلى ستة لاعبين في كل مباراة غير البودلاء اللي بيشاركوه فبتتكون الفرصة أفضل بشرط مهم جداً أن اللاعب اللي يتم استقطابه يكون على مستوى عالي جداً من الإمكانات وقدراتها لا برودوم اللي كان حاد برودوم كان حاد يطاق نفسه لا أنا أقول جابان يعني على حركته هو جابان هرب لأنه عارف أن المستقبل ما سيكون جيد هو قرأها فنياً لكن لو التحدي أنت ليش توقع طي مدام أنك عندك هالدراسة وأنك تعارف أنه لو اعتزل العمري والعويس والسلطان الغنام والثاني والثالث والفرج وسالم ما أنت بلاقي بودلاء ليش تجدد وليش ما تنقلها للاتحاد السعودي الحياة تجارب لمستقبل أفضل أهلاً بكم في بودكاست تجربتي مع خلف من فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياكم الله في منصة الرياضي اليوم بودكاست تجربتي مع خلف من فيه اليوم ضيفنا المدرب الوطني العالمي سوبر هاترك عالمي أربع بطولات عالمية مدرب الوطني الدكتور عبداليز الخالد درب أكاديمي تمرس التدريب لاعباً ثم مدرباً وأيضاً دراسات عليا في التدريب ديوهم سنناقش عن كثير من القضايا لماذا هو ضد الثمانة الجانب لماذا هو ضد أكاديمية مهد لماذا هو ضد الابتعاد لللاعب السعودي أيضاً في تحوله إلى أن يكون كاتب وناقض رياضي تطرق إلى كثير من القضايا وانتقدها بقوة وجرة ومن ضمنها وصف المدرب المنتخب السعودي رينارد بالجبان كررها كثمر مدرب جبان والمدرب الهارب كثير من القضايا في مجال الرياضي سأناقشها مع المدرب الوطني حياك الله أبو الوليد دكتور عبداليز الخالد المساء الخير أبو أحمد لك ولكل المشاهدين وإن شاء الله نقدم ما يفيد لكن لا تستفزني يا أبو أحمد لا على فكرة ترى البودكاست خضراحتك عشان كذا نطلع بالطريقة التي تشوفها والبعض من الضيوف يعني يريد أني أظهر بنفس المظهر الستايل الرسمي اليوم يا دكتور عبدالعيز طبعاً وأنا تصفح حل السيفي ما شاء الله يعني كنت لاعباً ثم أيضاً تدرجت في التدريب مثل ما يأخذ أي مدر مبتدئ السي ثم البي ثم الاي ثم ما يطلق عليه الآن البرو ولكن أيضاً دورات متقدمة مثل ما شاهدت لك دورات متقدمة في برازيل وكندا يمكن دربت في أكثر من أندية الريفية وانديةها وصعدت للدرجة الأولى سناتي إليها تباعاً وأيضاً عملت في نادي الشباب ونادي الهلال ولكن ربما من أهم المراحل هو تدريبك لمنتخب ذوي الإعاقة الذهنية وتحقيق قاس العالم أربع مرات متتالية لكن دعني في البداية أتكلم عن عبداليز الخالد كلاب هل بدأت ناشئ استمرت فوق طويل مش تلعب بالضبط أنا أريد أن أخذ بس كتوطيع للموضوع ندخل في تجاربك ونتفحصها نقاط كثيرة أبو أحمد ذكرتها وأتمنى أن أمر عليها لكن التجربة فعلاً فعلاً هي أزعم أنها ثرية لأنني أنا ابن ميداني يعني أنا ما جيت الرياضة الصدفة أنا بدأت في ثادق طبعاً مدينة ثادق هي محافظة جميلة جداً والملك عبدالعيز كان دائماً يؤكد عليه قربوا مني أهل ثادق ووين أهل ثادق دائماً يسأل عن هذه المدينة نشأت فيها نادي المحمل صح؟ بدأت من نادي المحمل لكن البداية كانت من مرحلة المتوسطة الحقيقة كان فيه أستاذ حببني في التربة الرياضية وخلاني أتواصل لأدرس حتى في مرحلة البكالوريوس التربة الرياضية وحتى الماجستير رجل رياضي بمعنى الكلمة رجل تربوي بمعنى الكلمة هو شخص عربي فلسطيني لكنه درس في مصر اسمه الصعيدي لكنه هو فلسطيني الأصل رجل رياضي بمعنى الكلمة في تكوينه البدني في وضعه الرياضي في محبة للكورة في اهتمامه بالجوانب التربوي يعني وإحنا في المرحلة المتوسط رب المجموعة كلنا كمجموعة طلعنا مع بعض نحب كرة القدم نحب الرياض نلعب كل الألعاب بإيجادة يعني نلعبها بإيجادة و لا أذكر جيدا في البدايات نمكنا عشنا معظم الناس مروا نلعب كل الألعاب بالضبط وكان الحقيقة يعني أخذني أنه قال أنت لعب كرة جيد فليش ما تواصل وكذا بعدها أنا حبيت الرياضة وتربة الرياضية وحتى التعليم الرياضي من خلال هذا الرجل للأمانة والرجل يعني حاولت أبحث عنه لأنني حبيت تواصل معه لكن ما أدري أنه موجود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أتمنى أنه يتواصل معي رجل فاضل استفدت منه الكثير طبعا بعدها بدأنا في نادي المحمل أنا رغم صغر سني لكن كان لي دور في تأسيس النادي يعني بشكل عام تأسيس بلا لاعب لاعبا وتأسيس يعني أسسنا عشان نلعب ما شاء الله أسسنا عشان نلعب يعني ما كان قديم تأسيسه لكن كان في فريق لمحافظة ثادق وكذا لكن الفترة هذه استفدنا من هذا المعلم ومن الشباب اللي في المنطقة نفسها واهتمينا باللعب وبعدها تم تسجيل نادي المحمل لعبتي فترة جيدة لفترات ثم بعدها دربت النادي نفسه وانتقلت للرياض بعد انتقال للرياض كان في خيارات بين الأندي يعني ألعب في وجاني عروض كان وقتها من النصر أيام الأمير عبد الرحمن سعود رحمة الله عليه بوجود الدكتور جمال الشرقاوي بعد ما متلت منتخب جامعة الملك سعود ومن الشيخ عبد الرحمن سعيد رحمة الله عليه كذلك عندما علم أني رايح للنصر فالمجاذبة من الناديين ما شاء الله تنامي تنامي يعني بصراحة يعني كانت هي سبب أني أبتع ولا سجلت ما سجلت لماذا طبعا نصر اللي لا لا والعرض المادي كان جدا ممتاز في مادة بعد أي العرض المادي كان ممتاز جدا تذكر العام السبب السبب لا لا نركض الرقم لكن العام العام تذكر العام سنة تقريبا 1400 1401 يمكن 1400 لعبنا منتخب جامعة الملك سعود السبب أنت وش كنت لعب يا مركز ها أي مركز ألعب في كل المراكز يا بوحب لا ما يستطيع تبي قلب دفاع تبي محور لعطنا مركز الرئيس اللي هم اللي هم يعني لعبت أنا ظهير وميزة أني يلعب بمين ويسار زي حالة يعني الآن مثلا كان ممكن تعوض البريك لما يغيب أو السهرين لما يغيب أحمد يعني بعد الاعتزال لا أنا أقول لك ليش بس المنتخب الجامعة كان حقيقة منتخب قوي جدا وفي اليوبيل الفضي الاحتفال الجامعة في جامعة الملك سعود لعبنا مباراة ودي أمام النصر بوجود الأمير عبد الحامل سعود وكان وقتها الدكتور جمال الشرقاوي هو المسؤول عن الرياضة في الجامعة أو المقرر النشاط الرياضي في الجامعة فلعبنا المباراة امتهت المباراة 2-2 بعدها جاني العرض لكن جاني عرض كذلك ميلال لكن الخيار في الخير ما لعبت لا يلعب نصر وكاني كان الهم الأول ولا ينادي أخر والله أنا أقول والدي رحمة الله عليه وأنا أشكر هذه الحقيقة كان وجهني أن أكمل دراستي قبل أن ألعب فكان هو السبب يعني خلنا نقول انتهاء هذه الفكرة في اللعب للهلال أو للنصر وناديا الحقيقة تشرف أي رياض يعني يلعب فيه لعبتم منتخب الجامعة بعدها دربت مباشرة لأنني شايف أنك دربت محمل دربت المحمل دربت نادي المحمل دربت نادي المحمل موسم أو موسمين فقط لكن البداية الحقيقية في التدريب للأمانة سدوس طبعا أذكر الأستاذ محمد المعمر والأستاذ إبراهيم المعمر كنت توني بعد الجامعة سنة أو سنتين في التخرج فعرضوا علي التدريب وبدأت دربت فترة طويلة في نادي سدوس فترات كان معي الكابتن عليكميخ وكان معنا بعض الزملاء لكن في النهاية صعد فريق أول طبعا وبعدها صعد الفريق أنت لصعدت أو كنت مدرب أيا كنت مدرب أول طيب أنت قبل ما تدرب أستاذ أخذ دورات أولا ما أخذت طبعا هل البي والسي والأي أخذت قبل لا 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 عقب فترات عقب لكن الدورات كانت لما أخذت القرار أني أكون مدرب محترف أو خلني أقول مدرب يعني أعتمد نفسي كمدرب منتخب الجامعة كليت التربية نادي المحمل ثم بدأت في سدوة أصبح أصبح قرار مهم جدا يعني أواصل التدريب واستمتعت بالمهنة بكل صراحة لأن فيها جانب أنا بالنسبة لي عن نفسي أتحدث الجانب التربوي يهمني كثير أفرح لما أشوف الشاب بماجس هوايته ومحافظ على جوانب كثيرة خلقية وسلوكية و ألفاظة في حركاته في تحركاته فأسعد كثيرا أن الشاب يستمتع بلعبة كرة القدم لكنها جزء منها فيها جزء تربية مهم جدا في تصوري أكيد طيب بعدين أنت أعتقد دررت من فتح الجبار صرت معاه هو درب معي هو درب معي هو كان مساعد معي آه هو كان مساعد معك لا هو كان مع الدكتور ملوش كان مدربين سدوة وكان فيه نتائج متردية فطلبوا مني أن أرجع للنادي ثاني مرهد إن خطعت فترة عنه فرجعت فخيروني الطاقم بالكامل أو يبقى المساعد قلت لا أنا أبغى المساعد يبقى لأن يعرف له فتح الكابتن فتح الجبال وبالمناسبة مسي عليه بالخير أستاذ رائع جدا في خلقه في عمله الفني في حسن تعامله في فرحه بالإنجاز المجموعة يعني رجل يعمل مع المجموعة لا ينسى نجاحه مع الفتح بالتأكيد لكن أنا تشرفت أن يكون مساعد معي لكنه مدرب قدير ومن المدربين العرب فعلا يعدون على الأصابع طيب بعدين دربت ناشئين هذه الشباب ولا الدرعية ولا حماد أول لا دربت ناشئين الشباب في مدة مدة موسمين تقريبا وعلي فيها قصة كذلك حاطلنا قصة القصة الأمير خالد بن ساعد الله مسي عليه بالخير حضر أكثر من تمرين أنا كنت أدرب قطاع الناشئين مجموعة ناجي مجرشي والداود والقميزي ومجموعة كانوا رائعين جداً كنا ننافس على مستوى المنطقة حضر التدريب أكثر من مرة فاستدعاني في مكتبة قال عبد العزيز قلت لا قال عبد العزيز أنت مدرب أنا ثابع تمارينك ألفاظك صوتك صافرتك شغلك الفني في أرض الملعب أنت مدرب أبغى منك شي قلت تفضل قال سكر الباب سكر الباب قال عبد العزيز أنا مستعد يعني ساعدك كثير أنك تكون مدرب المستقبل دورات خارجية بأوقع معك عقد جيد وكل شي بس أبي منك طلب واحد تتفضل قال تروح تجيب لي بكرة استقالتك من الجامعة أكيد رفضت ما رفضت أنا ما رفضت كنت متحمس جدا لكن لما طلعت أي واحدة قابلة في الطريق أخواني أصدقائي زملائي في الجامعة كل من يقول مهبول أنت أنت على وظيفة رسمية وكذا تروحت تترك التدريق هذا الوظيفة الحكومية تروحت طيب بكرة الأمير قال لك ما أبغاك في نادي الشباب وين تروح وين تأكل عيالك ما وجدت أبدا حتى الأهل في البيت الأصدقاء الزملاء حتى الزملاء المختصين في التربة الرياضية يعني الناس يدرسونه في الميدان بعضهم مدربين قالوا له ما أنا أيدك اشتغل بالهواية لا تشتغل بالعكرة اليوم لو عاد الزمن كنت أقبل أقبل بدون تردد نعم فانتهت الفكرة رجعت لما بكرة لا طبعا أعطاني أسبوع هو فرصة للتفكير رجعت لما بكرة قلت والله اسمو الأمير اسمح لي لم يؤيدني أحد وبالتالي ما احترفت ما احترفت طيب بذلك أحمد عفوا هي رسالة لزملاءنا الشباب اليوم حنجي على الاحتراف ابو احترفوا التدريب حنجي على التدريب طيب وبالتالي بس أنا بشوف السيرة الذاتية بس بشكل سريع دربت الدرعية والحمادة ودربت الهلال الأولومبي ومساعد لمدرب الفريق الأول ثم مستشار في نادي الهلال صحيح ثم بعد ذلك دربت منتخب ذوي العاقة الذهنية اللي حقا كاس العامر وعمرات أنا بقف عند الهلال الأولومبي ومساعد مدرب لأنني ممكن في ذلك الوقت كنت مساعد لأديموس أعتقد قبل يعني كنت أديموس مساعد في البداية مع أديموس لكن بعد ما مشا مسكت الفريق الأولومبي بعد ما راح وصار بينه بين الخلاف وقصة طويلة أنا أدك أنه صار بينك خلاف كان باختصار عدد كبير من النجوم كان ما يرتاح لأداءهم ويبغي يطوعهم على فكره وقلت له قدرات التي عندك وظفها صح ما عندك لاعبين مثلا سامي الجابر أحمد الدوخي خالد عزيز ما كان مقتنع في أداءهم يعني خالد عزيز كان مصر أنه لعب ضهير ويمين مثلا أحمد الدوخي يقول لا ما يمكن يلعب وانا موجود ليش لأنه عنده نزعة هجومية عالية يعني فلسفة فنية نقصر أنا ما أخطي فيها لكن هذه الأدوات التي عندك سامي الجابر كان يقول خلاص أنا أحترم تاريخها يفترض يعتزل فكانت هذه النقاط في حوار دائم معه وقل لا اللاعبين هذول حرام تفرض فيهم لعبين منتخب ولاعبين مميزين جدا خالد عزيز لاعب ارتكاز متميز جدا كيف توظف ظهيري مين فهذه الإشكالات صارت نقطة الخلاف وبعدها ما وصلت في قضية طبعا سامي وأديموس ما تذكرنا منه عن تغيير المراكز اللاعبين وكذا وتعرف أنه قيل بعد تصريح خطير جدا لسامي الجابر وأنت كنت أيضا مساعد مدرب هو قال المدرب بعد قالته أنه سامي لا يحترمه وأنه كان يدخل الملعب ويطلب من اللاعبين تغيير التكتيك بمعنى أنه يتدخل في عمل المدرب أنت كنت مساعد بالتأكيد لا كابتن سامي الجابر كان بالعكس حريص على أن يعطي كل ما لديه في الملعب ولزال ذلك النجم المؤثر أصلا يعني هو لاعب مؤثر هو نواف التمياط والمجموعة اللي معهم كان لاعبين على مستوعاي لكن مشكلة أديموس أولا يعني شايف نفسه بزيادة على الجميع حتى على الكادر اللي معه المساعدين عندك كثير من الكلام يرى أنه يفترض أن الناس كلها تحد حتى الأمير عبدالله مساعد الله ترب الخير قال لي ما يمكن قال سامي يعتزل كان يمشي لا يجي التمارين قال لي ما يمكن هذا لاعب نجم ولاعب منتخب ومؤثر ما يمكن بين يوم الليل أقول له أمش يعني مو لاعب عادي يعني تتكلم مع لاعب ضعيف فنيا لكن مؤثر في مسيرة الهلال في مسيرة المنتخب فقال أديموس صعب جدا تقول اللاعب هذا تعتزل ممكن بعد نهاية الموسم تناقش في شيء معين لكن اليوم نحن في معمعة المباريات يفترض نعطي سامي تقديره واحترامه ويستمر في قيادة الهلال حتى لم يلعب في بعض مباريات انت مصر لا يلعب أساسي مثلا لكنه لاعب موجود من ضمن الملعب أما قضية تدخل لا لا سامي أبدا ولا يعني شاهدت حق ما عمري شفته له تأثير سلبي على اللاعبين أو على المدرب أو حتى كلام مع المدرب أبدا إذا طلب من المدرب ينزل الملعب نزل لم يكن موفق لأنه أصلا مدرب في أنانية وفي غرور يعني بزيادة ما صار شيء بينه بين سامي جابر في غرفة تفديل ملابس بين أنا لا سمعت ولا شفت أنه صار في مشكلة يعني وفعلا تأثير لكن بالتأكيد اللاعبين كانوا غالبيتهم متذمرين من المدرب غالبيتهم لأن أسلوب وين إذا خرج سامي جابر وصرح في صرح الشهير اللي بعدها قيل بعدها لأنه أصلا في المباراة الأهلي كانت في المربع صح أتذكر المباراة فنيا يعني واضح إدارة للمباراة خطأ والله لا نتكلم عن نفسي وأقول والله أنا يعني تكلمنا حتى الكابتن منصور منصور مدرب قدير وموجود ذكرنا أفكار فنية واضحة يعني كان عسبي المثال في وسط الميدان نواف التهنيات الوحلي يعني تقريب الخطوط عدم التباعد المبالغ فيه واللعب المفتوح بطريقه يعني ما تعطي اللاعبين يصير أنت تعارف اللاعبين هلال وقتها نواف وسامي والمجموعة أحمد الدوخي تخسر لاعب بحجم عندهم اللمسات الجماعية واللعب الاستحواذ الإيجابي الطولية والإرهاق على اللاعبين وقلنا هذا ما ينصلح للاعبين بهذه الإمكانات ممكن لو كانوا اللاعبين قدراتهم الفنية أعلى بناحية البدنية والسرعة والقتالية اللاعب الأوروبي على سبيل المثال ما تقلط طبقه على نواف وعلى سامي وعلى مجموعة الشلهوب الشلهوب ما كان في الصورة نهائيا الشلهوب لا نعم هو الشلهوب ما أدري بشكل أو آخر هو تعامل مثل ما ذكرت أنت في تغيير المراكز ناحية الفنية ما كان يقرأ بشكل جيد رغم أننا نقدم للتقارير الفرق المقابل تقارير مرسومة حتى الفاولات وحتى الأخطاء أنا أذكر أنك تجلس حين في المدرجات أنا أجلس في المباراة أجلس في المدرجات وأنزل بين الشوطين يعطيني ثلاث أربع دقائق قد أعطيه وحنا في الطريق والرسومات اللي أنا مجهزها لكن بشكل عام ما كان مدرب حقيقي وكان مدرب فاشل جدا في أخلاقه وفي لعبه وفي أداء الفن يقصد وكان حتى احترام من اللاعبين ما كان جيد ولذلك هو فشل في الهلال هو فشل وقلت من كلامك هذا واضح عالم الفشل يعني لاعبين نجوم في مراكزهم يغير مراكزهم ويريدا يعتزل سامي وأعتقد أنه لا يمنسى تصريح سامي الشهير اللي بعده قيل المدرب لا لا هو طبعا سامي حتى صار عنده شيء من التحدي بعدها قاد المنتخب إلى 2006 كاس العالم وتأهل مباراتوزبوكستان وبعدها مشهر المنتخب وكان عنده تحدي كان هو خلاص يقول اعتزل لكنه عنده تحدي بعدها صرت مستشار بعدها راح طبعا أديموس جيت أنا مسكت أولومبي ولعبنا بطف الصداقة كنت أنا مدرب الفريق مع مجموعة رائعة جدا من شباب الهلال وكان نتائجنا جيدة شاركنا بطولة الصداقة في أبه وبعدها كيف كانت النتائج حققت في أبه لا خرجنا كسبنا المنتخب أولومبي الياباني وكسبنا طلعنا الظاهر كانت من الصفاقس أعتقد أو شيء بالفريق الأول وإحنا بالأولومبي أعتقد خسرنا يعني يعني معناه أن المشاركة كان يستوح هنا مشاركة لا يجب مشاركة لا أنا كان في معسكر الفريق الأول مع الفريق الأولومبي في معسكر والدليل لأن ليلة المبارات نلعب ضد أي فريق من بكرة نلعب مناورة كاملة مع الفريق الأول كان باكيتا يجمع لاعبين اللي معاي اللي هم مع فريق الأولومبي الشباب يلعبون مناورة 90 دقيقة أحيانا وبكرة اللعبون مبارات كاملة لأن كانت فترة اعداد ولم تكن فقط تركيز على البطولة كان معناه فريق الأول معسكر في نفس المقر لكن عندنا تدريباتنا ولكن عندما يكون في مناورة أو يبغى اللاعبين كلهم كمجموعة يأخذهم الكابتن باكيتا وكان يواصل لأن الهدف كان استعداد للدوري كنت مكتوب في السيرة ذات المستشار أي بعدها لمدة تقريبا سنتين طيب وش وظيفة المستشار نعرف أن الأندية الاستشارة فيها تكون أحيانا غير مختصين صح التعبير هل بالفعل أنت كم استشار فيني كان لك حضور كان لك وجميع دعني أقول لك جزية مهمة على علاقة رئاسة مين كان وقت الأمير عبدالله بن ساعد فترة وف أديموس أديموس صح كان عبدالله بن ساعد ثم بعدها كان حمد بن فيصل حمد بن فيصل والأمير محمد بن فيصل بالمناسبة يمكن الفترة الثانية الجمهور لا شوي لا حمد الفترة أولى الفترة الأولى الحقيقة هذا الرجل كان عنده تحدي عجيب في كثير من النقاط لما تتكلم معه يقول نقدر نقدر لدرجة عملنا دورة تدريبية ثقافية علمية مدة شهر كامل للفريق الأولمبي بالكامل وبعض فريق اللاعبين الأول يعني دورة علمية فعلا جبنا عن الاحتراف جبنا عن التحكيم جبنا عن الإعلام وشون تتعامل معه الاستثمار الرياضي شون تستثمر فلوسك هذه لللاعبين لللاعبين وكان هذه من ضمن الأشياء التي عملناها في النادي والحقيقة كانت كانت ممتازة جدا وصار لها صدا وفي بعض الأندية حاولوا حتى أخذوا مننا المقرر سوينا لها مقرر وسوينا كان الله تكره بالخير الدكتور عبدالله برقان والأستاذ منصور الأحمد والأمير محمد طبعا الأستاذ خالد المعمر كان له دور كبير جدا كان ناما يوريس والأستاذ خالد المعمر كذلك عنده هذا التحدي حتى في سدوس كان معنا يعني تناغم مع الأمير محمد بطريقة جدا منتازة دعني فليس شعر يا أبو ولي لأن الأندية تعاني من تقييم الفني لللاعبين من ما يتسمى المديد الرياضي الذي يطالب في الكثيرين هل بالفعل كنت تؤدي دورك الحقيقة بس شعر هل بالفعل كان يستشرونك في أشياء فنية تحديدا بما أنك مدرب بالتأكيد أولا أولا في استقطابات اللاعبين سوينا تقارير عن أكثر من ثلاثين لاعب والملفات عندي أجنبيت لا سعودين كنا نحضر مباريات ونكتب تقارير عن اللي ممكن يخدم الهلال في الفترات القادمة كان فريق عمل يعني والفريق العمل نسوي تقارير كاملة بالمواصفات بالإيجابيات وين بيكون اللاعب وكم عمر اللاعب وين يلعب وكان في أسماء لن أتحدث عنها من اللاعبين اللي استقطبتهم خلنا من الأسماء اللي مثلا من اللاعبين تذكر من اللاعبين اللي استقطبتهم في ذلك الوقت يعني كان على سبيل المثال كان الكابتن سعود كاريري كان مضمن اللاعبين المكتوف في تقريرنا وحضرنا لثم مباريات مع القادسية ومكان مع القادسية قبلنا يروح الاتحاد راح اتحاد لكن بعدين تم استقطابه لكن أنا أقصد أنا أقصد أن الدور المستشار الفني أو قلنسميها لجنة فنية اللجنة الفنية أنا أشوف أنها اليوم ضرورة سواء على المدربين أو اللاعب الأجنبي أو اللاعب المحلي تقييم العمل اليوم كثير من الناس يصرح يا أخي عمل المدرب سيء طيب أنت حضرت تدريباتها ما حضرت تدريباتها ما قدرت تحكم أنت تشوف نتيجة نتيجة ممكن يكون فيها خلال إداري خلال لاعب أخطاء لاعبين أخطاء تحكيم كلها تتسبب في نتيجة المباراة لكن هل فعلاً تحضرت التدريب وحكمت على المدرب هذا عمل الصح هذا اللي يقيم من خارج المنظومة هذا شيء ثاني بولي لكن نتكلم خلنا أنا أبغى في طار النادي نعم لجنة فنية ما تكلمت البعض يتكلم أنه موجودين أحياناً حتى ما تعرف من الأسماء إلى درجة أن يكون فيه لجنة فنية لكن ما نعرف عن الأسماء هذا أعتقد مختل استراتيجية نعم أبو أحمد هذه جزئية من أو من السلبيات الموجودة في الأنبياء فعلاً يفترض يكون فيه لجنة فنية مختصة اليوم لما تتحدث عن أسماء سواء مدربين أو لاعبين قداما عندهم الفكر عندهم الرؤية الفنية الممتازة ويصير لهم تقييم في استقطابات اللاعبين في استقطابات المدربين الحكم على المدرب طبعاً يجب أن يكون نعول للمدرب لأن كثير من التجارب صار فيه استدامة مع المدربين بعض المدربين خاصة الأوروبيين ما يرضى أن يحاجي يعطيها ملاحظات لكن إذا كان الحديث بمنطق وبمحبة متبادلة وبفريق عمل أنا متأكد أن اللجانة الفنية بتخدم كثير وبتقلل حتى الجوانب المالية والخسائر اليوم ما تجيب لاعب مثلاً ملايين الدولارات ما يلعب ولا مبارهات من المسؤول عن هذه ومن يحاسب من أحضر اللاعب لكن لو في لجنة فنية سيكون فيها تقييم أربعة أو ثلاثة أشخاص أربعة أشخاص يصير تقييم فني فيه تقارير فنية دقيقة فيه دراسة فنية لللاعب قبل وهل يناسب أداء الفريق هذا أو ما يناسب لكل الأندية السعودية لا تحدث عن نادي واحد لكل الأندية افترض أن يكون فيه لجنة فنية حتى في الاتحاد كرة القدم اليوم اللجنة الفنية ترى لها دور كبير وجود الأستاذ تركي السلطان اللي يمس عليه بالخير ترى في عمل فني ممتاز لكنه يحتاج إلى تفعيل أكثر تحليل الواقع ودراسة الجوانب الفنية اللي تخدم اللاعب السعودي واليوم كيف الثمانية اللي بتجي عليها بعدين نتحدث عن عمل فني متكامل أبو وليد طيب خلني فينا طاقة هذا اللجنة الفنية هل المدير الرياضي الآن اللي طالب فيه كثيرون يعوض اللجنة الفنية أم اللجنة الفنية أهم من المدير الرياضي المدير الرياضي أو المدير الفني أنا أشوف أنه مطلب لكن لو كان مع مساعدين فنيين حتى لو لم يكونوا متفرغين 100% لكن يحضرون بعض التدريبات يحكمون على العمل يحاسبون المدرب لكن هم لا يواجهون المدرب مباشر ويقولوا والله عملك خطأ أو عملك صح وفقت أو لم توفق لا تعال انت عمل تقاريرك الفنية ويعرضها على المدير الإداري وبحضور رئيس النادي لكن وجود لجنة الفنية أنا متأكد بتحل كثير مشكات توفر نواحي مالية بتستقطب اللاعب المميز في المكان المناسب ما هي مواصفات معي أعضاء اللجنة الفنية هل هم لعبين سابقين مدربين سعوديين أجانب في رأيك أنا أقول اللي عنده رؤية فنية المدرب السابق أكيد بيقوله رؤية فنية اللاعب الدولي اللي مر بتجارب بعشرات المدربين كذلك إضافة كبيرة جدا المختص في مجال يعني التربة الرياضية والجوانب الرياضية وإذا كان خاصة في جوانب مثلا العلمية في الفيسيولوجي وغيرها من التخصصات الدقيقة اللي تحتاج الحكم على عمل مدرب اللياقة على غرفة العلاج وشلون العلاج فيها عودة المصابين هل هاللعب فعلا نشركه غير جاهز هذه التقارير وأن كانت بمحبة لا تكون صدامية أنا في تصوري بتكون نجاح كبير سواء للأندية أو للمنتخب حتى أبو الريد دكتور وفني عطني الموضوع أولا أقدم تحية خالصة الحقيقة لأستاذ خادر البلطان ترى بالمناسبة إداري ناجع جدا ومكسب للرياضة السعودية ولنادي الشباب للأمانة يعمل بعمل احترافي وبجهد كبير جدا مع زملاء الآخرين حتى الأستاذ خادر المعمر كان نائب الرئيس وكان معه كذلك عمل ممتاز حتى الطواقم الإدارية والموجودة في النادي ترى نادي ممتاز ما في ذنفسك لا الأمانة الرئيسي لم تطورت أيضا لم تطورت برضو خلاف ما كان بالضبط المنصب طبعا الخلاول المدير الإداري والفني لقطاع كرة القدم ومش المهام الإشراف على الفريق الأول الإشراف على القطاعات السنية متابعة كرة القدم في نادي الشباب كإدارة وناحية فنية بعقد احترافي رسمي نعم بعقد بعقد ومكافآت فوز ومكافآت ذا لكني أنا أربع أو خمسة شهور وبعدين طبعا ارتباطي في الجامعة كان له دور كبير في عدم الاستمرارية والجانب الثاني خلاف مع برودون على وقت برودون وعلى وقت برودون وكننا في معسكر في العين وحققنا بطولة كان بطولة في العين في رمضان وبعدها بدأنا المشوار لكن المدرب هذاك كان يبدو لي فيه شيء من غيرة شيء من الملاحظات اللي أنا أقولها يحاول يتجاهلها وبعدين يصلحها بعيد عني يعني بحيث أن تصير منه أنا ما كان عندي الإشكالية هذه بالعكس أنا قلت عادي أنت النجاح للمنظومة ككل ليست العبد العزيز ولا البرودون ولا الخادر البلطان ولا أي شخص موجود في النادي العمل الجماعي نؤمن تماما بالعمل الجماعي بمنظومة العمل ولا أدعي أبدا حتى في مجال التدريب سواء عن المتخرجات الخاصة أو الأندي اللي دربتها أو شيء أني أنا لدور الوحدي أبدا مستحيل أول من أشكر حتى اللي يحمل الكوار واللي يجمع الأدوار هذا طبيعي بوليد وهو سبب النجاح خلني في طار ليش استقلت أو ما كملت عقدك سبب مشكلة مع برودون برودون يعني خلني نقول 30% طيب برودون ليس فقط هو يعني لست يعني علاقتك مع مبايسرا فقط أنت علاقتك حسب مواصفتي الآن قطاع كامل بقرة قدم ناشي شباب فريق أول لا بس أنا مسؤول مع الفريق الأول يعني مباشر أنا الإداري المباشر مع المدرب أجلس في الدكة وتابع التدريبات باستمرار لكن عندي التوجيهات الأخرى بالمساعدين الموجودين في القطاع هل أبو الوليد حاد في تعامله وفي إقناعه بالآخر مع الجميع وبالتالي يخسر المناصر مثل ما خسرت في منصب الهيال مع أديموس أنا لا برودون لي كان حاد برودون كان حاد يطاق نفسه يعني مثلا على سميثال حتى حتى أنت ذكرت أديموس أديموس يقول إذا ما تصعد على الأكتاب اللي جنبك كلهم وترصهم تحتك عشان تطلع تشوف أنت فاشل لمن يقوله؟ يقول للناس يقول لنا في الاجتماعات يقول أنت لازم تصير متسلط على الجميع حتى المساعدين اللي معك عشان توصل يعني روح الجماعة من موجودة يعني أنا موجود لازم تنفذ كل شيء هذه الفلسفة أنا أشوف أنها غير ناجحة ممكن تنجح موسم موسمين بالقوة بالعناد لكن مثل ما صار مثلا مع برودون مع ناصر الشمراني ومع المجموعة وصار في خلافات مع كل اللاعبين وما قدر يكمل هو صحيح جاب إنجاز لكن وشكام موقف في السادة خالي بلطان بما أنه هو اللي يعطاك المهام وعطاك المنصب والله قال لي في الخيار يعني أنت وش رايك قلت خلاص أنا أمشي لأنه مصلحة النادي أني أمشي ومصلحة الارتباطي برضو أنا جاي وأنا يعني تحت الضغط فطبعا أني أمشي وطبعا مستحيل وقت هذا المدرب يمشي أصلا يعني وصلنا لطريق شبه مسدود إذا بنت قلت ثلاثين في المئة برودوم والباقي شنون قلت ثلاثين في المئة برودوم وجهة نظري أنا الجانب الثاني العمل يعني العمل اللي عندي ارتباطي للخارج النادي يعني مثلا أنا أطلع من العملي وارتباطي الإداري اللي خارجي في الجامعة وغيرها الساعة ثلاث أربعة لازم أكون خمس في النادي إلى عشر ونص طيب ليش ما تفكرت يعني هذه من الأشياء أنا أقول لك هذه من الأشياء يعني الرياضة اليوم احتراف اليوم ليش اللاعب نجاح وتميز وبداية يعني أنت مثلا آن نادم على أنك ما احترثت التدريب اي احترفت مناصب كثيرة قدمت لك في الرياضة صحيح أنا رشحت نفسي رئيس الاتحاد كرة القدم لكن في كثير من الجوانب وجدت أنها تكون عائق بالنسبة لي رشحت نفسك متى أنا رشحت فترة متى؟ أول ترشيح للاتحاد بدأت يعني أفكر في مجموعتي وكذا لكنها لم تكتمل يعني في العشرين ثلاثين في المئة ما قدمت رسمي لا لا ما قدمت رسمي لكن كان الملف بدأ يجهازه وبدأت أختار الأسماء وبدأت أفكر في كيفية العمل والحقيقة هو وجه الدعم يعني حتى من بعض المهتمين في رعاية الشباب وقتها وبعض المحبين وبعض الإعلاميين وبعض بالعكس قالوا أنت ابن الميدان والمفروض تقدم لكن طبعا ما اكتمل المشروع وحمد ربي أني ما قبلت لأن صراحة منصب انتحاري أكثر منها منصب رئيس الاتحاد القدم رئيس الاتحاد القدم انتحاري وهذا يمكن نمر فيه إذا في النقاش عن الجوانب لا مدام جيبت سيرتها مهم مشكلة حتى لو رجعت بعد يعني مدام جيب سيرتها أبو أحمد اليوم ليس فقط كل المنظومة كل المنظومة حتى الحكم لما تستهز به وتقلنه وتتهمه بأنه فعلا بيكون مع الفريق الألف أو باء أو جيم وتتعد يعني تتهمه مباشرة وليس من مشجع عادي بسيط أو مراهق من 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 إعلاني كبير من أحيانا مسؤولين في الأندية أحيانا من جماهير لهم باء طويل في الميدان تتقاه مشيب زينا كذا ويتكلم يا أخي بإشهاءات غير مقبولة نهائيا اليوم فيه احتقان وانفلات أنا في رأيي أنه مبالغ فيه جدا طيب اليوم فيه قوانين القوانين عندنا تطورات إلى درجة فيه مثل الجرائم الأكترونية صعب جدا حتى يتحدى قدم عنده دارة قانونية الأندية عنده دارات قانونية وبالتالي تأخذ حقها صحيح تقاضي اللي يجتمون أو يسيئون الظاهر لو الأستاذ ياسر المسحل مثلا أو بعض أعضاء الاتحاد أو بعض المسؤولين في الاتحاد كنت قدموا الحكام يبغى لها ملف تشيله بسيارة عشان تروح للجانة عشان تروح للتداعي أو للشكوى صعب صعب الوضع صعب أبو أحمد في مبالغة لدرجة أنهم يفسدون الرياضة اليوم اليوم الرياضة تفسد بهذا التعصب والمبالغة سواء في الألفاظ في الاستهزاء في الغيبة اللي في الوسط الرياضي اللي الحقيقة يعني يعني غيبة معلنة يعني اليوم تتكلم عن الآخر وكانت شيء طبيعي جدا وكانت ما قلت ولا كلمة رغم أنها فيها تجريح في هذه الساعة أخوانا عيال عم أو أبناء ويقرون وراهم طيب الأستاذ ياسر المسحل جدد أنا ولاية جديدة ومع ذلك مثل ما ذكرت حتى تجدي ولاية جديدة فيه هو حسب المسؤولية الوطنية هو رجل وطني محب للرياضة وابن ميدان وطبيعي يقدم لأنه يرى أن هذا عمل أنا أقول فيها تحدي أنا ما واصلت أستمر كرئيس الاتحاد يمكنني أنا أجبا من ياسر المسحل ما تقدر تتحمل ما تحمل إيه ما تحمل أنا ما أرضى أن واحد والله يشيء عفهم بالكلمة يلعن يسب ويدخل في ويدخل في الذمة يا أخي مستحيل أنا درست الرياضة في التربة الرياضية لما درسونا في مرحلة البكاليرس ومجرسيك وما ندرس الرياضة يقول لك التنافس الشريف والروح الرياضية والجوانب التربوية والرياضة أسمى من فوز وخسارة هذه القيم وهذه المبادئ يا أخي غير موجودة في رياضتنا اليوم في كرة القدم على وجه التعديد غير موجودة يا أبا غير موجودة نهائيا غير موجودة فعلا لدرجة منك الآن تعد من واحد إلى ألف عشان تروح النادي ولا تشجع ولا تتحب ولا تتابع ولا تكتب في صعوبة يا أخي الوضع غير مقبول نهائيا لكن هل في حلول أتمنى ما هي الحلول يا أخي الحلول ضبط ضبط من لا يتحمل الخسارة من يبالغ عند الفوز من يكتب سواء تغريدة أو يتكلم في منبر إعلامي اليوم تجيب برامج الهدف زيادة المتابعين زيادة المتابعين عفوا بالكلمة العامية بالمناقر يعني تجيب يعني اليوم أفضل برنامج أبو أحمد وقلتها في برنامج قبل قناة الرياضية السعودية اليوم لما تكلمنا عن التعصب الرياضي اليوم تجيب مذيع حرك وفنان واحد هلالي واحد نصراي واحد اتحادي واحد أهلاوي واحد شبابي وتولعها بينهم بيجيك متابعين هل هذا الرياضة؟ بس البرامج هل تقول ما هي والدت اليوم من فترة طويلة أو من سنة لا اليوم زادت اليوم أبو أحمد زادت زادت مع توسع خلنا نقول الفضاء الإعلامي طيب مع توسع الميدي الإعلامي الفضاء الإعلامي ما يضبط لا يضبط ما في شيء ما يضبط القانون يا أخي مهم جدا حتى يا أخي الأسر نفسها الأسر اليوم تفككت بسبب الرياضة سبب هلال نصر اتحاد أهلي ليه يا أخي واحد أنا مرة في الحي يقول لنا أنتم يهل الرياضة يهل الكورة تعالي يا أخي يقول عندنا أسرة نجتمع حوالي أربع خمس بيوت في استراحة شهرية لها عشر سنين اليوم بسبب اثنين اختلفوا هلال ونصر أبناء أبناء خالة يقول قطعنا هذا واعي في الأخير واعي ما ندخل المجال الرياضي في أنه إنسان مثلا عنده عصبية أو عنده انفلات أنه يكون الرياضة هي السبب وراء واحمد أنا أشوفهم فيها مبالرة أو الإعلام الرياضي هو مثلا لأخيرية تربية مثلا معين الإعلام الرياضي للتأثير الآن سلم الإعلام الرياضي فيه سلبيات كثيرة ما نختلف هذا ما نختلف هذا بس ما نحمل الرياضة تبعات تحدث في المجتمع بين أسر مثلا مثلا ما ذكرت لا أنا أقول لك جزء كمثال ما قلت أنه يعني الآن هو السبب ممكن أن يصبح خلاف في غير الكوة في غير الرياضة هذا صحيح أي أسوأ من كده نعم ويتقاطعون وتنقطع سلة الرحم لكن الرياضة جميلة جدا في المتعة في المتابعة في الفرح بالانتصار حتى عندما تخسر تعمل عشان تعود إلى الملعب والنجاح والتميز والتحقيق البطولات الإعلامي دوره دوره هنا يا أبو أحمد أولا أنا أسمح لي بالكلمة دي أنا ضد أن الإعلامي يوجه له السؤال بحكم أنك محسوب على البيت النادي يعني البيت الهلالي البيت النصراوي البيت الاتحادي يقولون لك كده يعني أنت أنا لما أجي وأنا أمثل النادي معناته كل صح بنادية صح هذه بريد الأسف شيء هذه أصبحت تالي طيب وهل هذا صحيح؟ لا إحنا لا نقرها لكن هي موجودة هي موجودة الشئ تم بيتها موجودة لا أبو أحمد الناقد الرياضي اليوم الناقد الرياضي المفروض يجي محايد مثل الحكم مثل المسؤول في الافتحاد مثل رئيس لجنة مثل هذا محايد أنا ما أمنعك أنك تشجع وتحب نال من حق أبسط حقوقك إلى وزير الرياضة ما عندك مشكلة لكن في عملك يجب أن تكون تماما محايد هل الحكم ما يصير محايد؟ لازم يكون محايد الحكم الآن متهم يتهم لكنه لازم يصير محايد الإعلامي يجب أن يكون محايد التشجيع غير والنقل أنا شخصيا أتكلم في الإعلام بالموضوعية والمهنية الحياة الشيء ثاني وله أسس كثيرة وله خلنا نقول جوانب كثيرة في معطيات معينة وممكن لا نتطرق له كثير لأنه ليس في اليوم محوارنا محوارنا خلنا نكمل معكم مشوارك أختم في جزية مهمة في التدريب بنسبة لك وانتخاب ذويلي عاقة ذهنية حقق بطولة كأس العالم أربع مرات والله هذا الحالة قصة هو مشهور أعتقد أن هذه ربما تكون أبواليد يمكن تكون الأفضل في مشوارك طبعا أو البصمة الذهبية الكبرى في مشوارك طبعا كيف أولا أولا يعني خلني أبدأ بداية بالمعاقيم يعني الاحتياجات الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة بشكل عام جامعة ملك سعود نظمت مهرجان عالم لذويتياجات الخاصة استدعت أكثر من ثلاثين أو أربعين مركز مهتم باللياقة البدنية هذا قبل ثلاثين سنة وجود الأمير فيصل رحمة الله عليه فيصل وحضر مع مدير الجامعة ومعه كلاء الجامعة وكلاء رعاية الشباب ووقتها وتابعوا ذلك المهرجان اللي أنا شوف إنه مثالي جدا في الاستقطاب وفي فكرة إن الشاب المعاق في أي عاقة يستطيع أن يتفاعل يستطيع أن يندمج ويستطيع أن يقدم نفسه بشكل ممتاز ولا يمنع الشيء بزي رياضي بشعار مخصص بجوائز جميلة جدا بمسابقات ومهرجان كان فيه طابر عرض الأمير فيصل بعده صرح إنه شكرا لجامعة الملك سعود على هذا المشروع أو على هذا المهرجان العالمي وكان الكلام هذا قبل 30 سنة قبل الناس تعرف هذه المهرجانات فالتفاعل من الأمير فيصل بعدها أنشئ اتحاد المعاقين اتحاد المعاقين اتحاد المعاقين أنشئ بعد ما قامت جامعة الملك سعود ممثلة طبعا في شؤون الطلاب في شؤون الرياضية في جامعة الملك سعود بإنشاء أو الاهتمام بللعجات الخاصة في المجال الرياضي الألعاب المختلفة كلها فبدأ أنشئ الاتحاد من هذه النقطة بدأ فكرة منتخب الحجات الخاصة والإعاقة الذهنية لتمثيل جدعوة إلى رعاية الشباب أو الاتحاد المعاقين بعد ما أنشئ أن تقام هذه فالاستدعاء كان سريع مدة خمسة عشر يوم أو عشرين يوم وخمسة يام كيف أنت اخترت مدرب لهم؟ طبعا أنا ما دي شيء لا كنت وقت هنا في الميدان كمدرب درب في أندية طبعا في سدوس وفي الدرعية وفي أكثر من نادي وفي الهلال في البدايات فكنت في الميدان كمدرب تم استدعائي طبعا كان بعض الزمال في الجامعة من مين استدعك؟ دعت الشباب يعني كان وقتها لأستاذ إبراهيم العلي الله يرحمه كان موجود والمنتخب كان الدكتور ناصر الصالح والأستاذ علي الغامدي مجموعة كانوا بعضهم في الجامعة وبعضهم خارج الجامعة فكانت الفكرة أن يكون منتخب يتم الاهتمام فيه ويصير فيه معسكر والوقت كان قصير مدة عشرين يوم أذكرنا في ماليزيا الظاهر أعتقد عشرة أيام وبعدين البطولة كانت في اليابان فالمشاركة كانت يعني ليست على مستوى احتيار اللاعبين كان من نفس المراكز من المراكز من المراكز من المراكز لا 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 من المراكز لكن إذا في نادي أو في لاعب يلعب في نادي وتنطبق عليه الشروط ما يمنع أنه يشارك وش الشروط؟ بعض الشروط طبعا أهم جزئية يسمونها صعوبات تعلم أهم جزئية نسبة الذكالة تتعدى 75% طبعا العادي 80% فالأقل من 75% حق لها المشاركة وقتها كنا ناخذ حتى تحت ال60% تحت ال65% من اللي يسوي اختبار؟ اختبارات طبعا من اللي يعمل اختبار؟ من الاتحاد الدولي من الاتحاد الدولي نفسي والاتحاد الدولي المهتم باللعبة ترى على مستوى عالي جدا من الافتمام ومن التنظيمات الإدارية والفنائية طيب انتو خدتوها عشان ما طول في الموضوع خطر الله مرت كما هم يذكر بعد المشاركة بس نقطة التحول بعد المشاركة في هذه البطولة رجعنا قابلنا وقتها أعتقد الأمير السلطان في هذا المسيب الخير نعم كم موجود وقلنا لو إحنا لو استعدينا صح وعسكرنا معسكرات كثيرة وطورنا استقطبنا أفضل اللاعبين اللي تنطبق عليهم الشروط أنا متأكد أن ننافس على الكاس حتى أذكر قال لي الكاس كاس الآلة شفت منتخاب إنجلترا وشفت منتخاب هولندا وشفت منتخاب ألمانيا وشفت منتخابنا الجانب البدني كان له دور بعض المراكز اللي كان فيها ضعف كبير ممكن نعدلها فقال لي ممكن تأخذون كاس العالم قلت ممكن لكن بشرط شغل ثلاث سنوات من بين معسكرات داخلية وخارجية واستقطابات صح ولجنة مختصة بحيث هذه اللجنة تختبر اللاعبين وتجهزهم وتأخذهم قبل ما تأخذهم فنيا تأخذهم في انطباق الشروط عليهم بعدها انطلقتها وكانت كاس العالم كل أربع سنة الفين وستة اي الفين وعشرة طيفين وربع عشر وفين ومنطعش طبعا كل هذه خطها كاس العالم اي هذه ثمنطعش اخر شيء لكن الفين وستة كانت الحقيقة مختلفة تماما والجميع يذكر النهائي للشهيد الفين وستة الناس كلها تابعت على الهواء على الهواء كما نقول واربعين الف متفرج كانت منتخب السعودي مع مع هولندا لكن البطولة كانت في ألمانيا والحقيقة كانت مباراة قمة طبعا كنا خسرين الشوطان الأول ثلاثة واحدة ثلاثة صفر وقبل ندخل في الدقيقة سبع واربعين سجلنا هدف يعني حنا بدأنا نيأس النهائي لكن بين الشوطين جاءنا نقطة تحول حقيقة قوية اللي هي اي انا جالس مع اللاعبين اشرح لهم فنيا وشنون نعدل طبعا خلاص انا شبه فاقد الامان لكن ممكن تأمل وقال الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير لكن وانا اتكلم واشرح لللاعبين على السابور الا واحد من وراي قال التفت قال كمل كمل يكف عرفت على طول انا كان الدكتور اسامة شبكشي سفير خادم الحرمين الشريفين في المانيا وكان حاضر المباراة والملك عبدالله رحمة الله عليه اتصل عليه وقال انزل لللاعبين فهو قال لا ابدا الملك يوصيكم وانتم ابناء المملكة العربية السعودية وتستطيعون ان تعودون الملك عبدالله رحمة كان يتابعا باعا وانتابعا وانتبعا 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 وكان موجود في المنصة دكتور اسامة دكتور نعم فكانت حافز الحقيقة نقطة التحول دخلنا عدلنا النتيجة وصار في بعض التعديلات الفنية طبعا ونزلنا الشوط الثاني سجلنا الثاني لكن سجلوا الرابعهم كانت قاتلة بعدين انتهت أربعة أربعة وانطرد من عندهم لاعب وأشواط إضافية انتهت إلى ضربات الترجيح وهدف واحد الحارس الله تكره الخير عبدالله عسيري بعد يعني تعبانها للفترة هو على كرسي العين مسكين تمنا أن ينتبه له من الاتحاد ومن وزارة الرياضة لأن الرجل يعني كان له دور الحقيقة في البطولة بصد بلنتي وحتى أثناء المباراة بعدها الحمد لله اخذنا البطولة الجميع الاتصالات من الجميع والمتابعة وبعدين صار فيه اهتمام أكثر طبعا وبالتالي واصلت العمل آخرها طبعا 2018 اهتمام مباشر من الأمير محمد سموي العهد وكان المستشار تركال الشيخ والسان أحمد المقيرن رئيس الاتحاد اللجنة اهتمام مباشر في المعسكر لجنة البرنامية 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 اليوم هي دمجة طبعا مع اللجنة الانبية ويبدو لي حيكون فيه شيء من الفراغ إلى أن يعني تضبط الأمور لكن الاهتمام كبير يعني تعرف الآن اليوم الاهتمام بالشباب السعودي يعني احنا عندنا كلمة كانت في 2018 بالذات أن الوطن يستحق أكثر تجي المعسكرات قاسية جدا من بعد صلاة الفجر مباشرة ننزل الميدان يا على البحر يا في غابة نجري ونقول لللاعبين يا أخي احنا عشان الوطن يا أخي نحن نبغى نأخذ بطول عشان الوطن عشان بلدنا فكان حافز الحقيقة دائما اللاعبين طيب إذا قلت يا أخي هذا الحافز نحن نقدم الكاس للمملكة العربية السعودية تتلعب اسم وطنك هذه الانجازات الكبيرة العالمية للمملكة العربية السعودية اليوم ما عادتهم انتخب أنا ما أشاهد مشاركات أنا شخصية متعمادة يمكنني ما تابعتها قليلة لكن من 2018 إلى اليوم 2023 ما نسمع أي حراكة طبعا البطولة أجلت الأخيرة ألغيت ما قيمت المفروض قطر هي طبعا تنظم بعد كأس العالم الرئيسية بعشرين يوم في الدولة المنظمة يعني المفروض قيمة 22-22 في قطر مفروض بعدها بعدها كأس العالم لماذا لم تقام لماذا قيمت لأن قطر ما أرادت أن تستضيف البطولة حسب معلوماتي أضيف إلى هذا إحنا اليوم طبعا مع دمج اللجنة البرالنبيا مع اللجنة المبية العادية طبعا شوف الأمير عبد العزيز وزير الرياضة مهتم اهتمام كبير أمير عبد تركي الفيس نعم وزير الرياضة اليوم فيه اهتمام كبير والمنتقب هذا اللي حققها لنجازة أكيد أنه في تفكيره وفي اهتمامه والأمير يعني مسي عليه بالخير هو بميدان يعني هو رياضي وهذه من الميز يعني المختص والمهتم بالمجال اليوم يجب الاهتمام الحقيقي بهذا المنتقب يجب رعايته وشاخر معلومات كنت عن المنتقب هذا أو عن العمل الإلغاء البطولة إلغاء البطولة لكن المنتقب لا تكلم عن البطولة تكلم عن منتقب الاتحاد أو اللعبة أو ما صر عليها أو الفريق هذا أو المنتقب واللعبين اللي عندهم هذا الشغف للنعب وهم من ذوي العاقة الذهنية منتاز شوف بعد إلغاء اللجنة البرالنبية أو دمجها مع اللجنة النبية توزعت الألعاب على الاتحادات الرئيسية فيبدو لي طبعا يفترض أنها تكون مع اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم أنت شايف مشاغله دوري درجة أولى وثانية وثالثة ومناطق ومنفريقة ودور المحترفين أبو وليد الفئة هذه يجب أن يكون اهتمام فيها متواصل صحيح بغض النظر عن الاتحاد قدم والتحطائر والأخير هذه الفئة لها كيانها دعنا نقول أنا أتكلم عن هذه الفئة ذوي الإعاقة ذوي الإحتجات بشكل عام نعم حتى فيه كراسيس سلة للأمائية أنا ماذي أنا ما عارف عنها شي جديد لكن أنا أقول إذا في شيء يفترض أنه يكون فيه اهتمام خاص بهذه الفئة أبو أحمد أنت في 2002 غطيت البطولة نعم كان لك رسالة يومية صح؟ كان لك سلة يومية كان أمتابة فأنت مهتم اليوم اليوم الحقيقة فيه فجوة أو خلنا نقول حلقة مفقودة بين اللجنة البرالنبية السابقة بعد ما ألغيت مع الاتحادات الرئيسية في اللجنة الأولمبية لعل يعني الزملاء والأخوام في اللجنة الأولمبية يهتمون بهذا الجانب أعتقد أنها محالة اليوم إلى اتحاد كرث القدم الأستاذ ياسر المسعل زملاء في الأمين الأستاذ إبراهيم وغيرهم من الشباب الأستاذ تركي السلطان في اللجنة الفنية لو جاءت فرصة والتقينا في أحد من اللجنة الأممبية السعودية سنطرع عليها هذه الأسئلة نترك أنشها لوقتها أبو 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 أرجى إلى شيء معين مهم جدا أنت من خلال السيفي ما شاء الله يعني درس باكالوريوس اللي هو تربية رياضية وماجستير أيضا تربية رياضية لكن في الدكتوراه أنا أشوف المكتوب بالدكتوراه الفلسفة والإدارة والتربية تخصص أصول تربية لها علاقة بمجاك السابق أو لمختلف فيها ارتباط في الجانب التربوي لكن المشكلة أين طبعا أصلا دراسة الماجستير والدكتوراه كان التحدي يعني يجب نذكر رؤوسة السبب أنا كنت موجود في الجامعة فكثير من الزملاء اللي معنا في البكالوريوس أيام الجامعة التربية الرياضية يقولون يا أخي عبد العزيز ما عليش ساعدنا هذا ملف في تكفى إذا كان في فرصة أنا ندرس الماجستير ناس من الأحسان من الحايل من جدة من المدينة فقلت معقولة الناس تجي تسأل من آخر المناطق وأنا جالس ومكتبي أشوف الكلية كنت معقولة ما أدرس وأنا جنب الكلية وهناس تسأل من خارج الرياض فكان هي الحافز بدأت الماجستير في التربية الرياضية بعدما خلصنا وهذه برضو من الأخطاء بعدما خلصنا الماجستير خلاص المفروض أبدأ دكتوراه ما كان فيه تربية رياضية فكان رئيس القسم اللي أذكرون بالخير الشباب في قسم التربية بدنية بعدما تحولت إلى كلية التربية قالوا يفتح برنامج للدكتوراه التربية رياضية فانتظرت ثمان سنوات بعدين قدمت على أصول دي أنا كانت في نفسي أني خلص المجال فدرست أصول التربية وهي مرتبطة بالمناسبة فلسفة التربية بشكل عام جزء منها التربية يعني الفيلسوف الدكتور لا أصول التربية هي أساس لكل الجوانب التربية سواء في المناهج الإدارة التربية التربية رياضية علم النفس علم النفس كل تخصصات التربية الأصول هي الأساس المجال الفلسفي فيها يؤكد على أن الأصول هي الأساس طبعا ممكن يزعلوا بعض الأقسام الأخرى إدارة التربية والمناهج والزمل وحتى التربية رياضية لكن بصراحة تخصص وأنا يعني كان الجانب العلمي عندي والتربوي يعني أهم حتى من الشهادة والله أنت أيضاً في الجامعة نفسها عملت رئيس قسم المشاة الرياضية صحيح نائب مدير النشاط الرياضي ورئيس الهدف الحكام الجامعة ايه ايه لا أنا أقول لك ليش يعني شوف الجامعة النشاط الرياضي في جامل مكسعود يعني الحقيقة نشاط يعني لا يمكن وصفه إلا أنه متميز جداً عندنا عدد كبير جداً من الكليات في أنشطة في كل الألعاب في كل الأنشطة عندنا ملاعب صالة رياضية قسم تربة رياضية وبعدين صارت كلية تربة رياضية فيها أربع أقسام الآن ودراسات عليا فالاهتمام الأولاً لجنة حكام لأن الشباب الطلاب نعلمهم يسرون حكام فكان لابد من رئيس يحكم هذه الجواند عشان يستدعي حكام غالبية حكام رعاية الشباب كانوا يحكمون في الجامعة في دولة الجامعة فافتتاح ملاعب الجامعة القديمة كان بحضور الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقته كان أمير الرياض وافتتح الملاعب بنشاط رياضي جامعي لأن النشاط الرياضي الجامعي أبو أحمد مهم جداً للشاب والشاب عشان تتكامل شخصيته لابد أن يمارس النشاط الطلابي سواء الرياضي أو غيرها من أنشطة الأخرى الثقافية الاجتماعية المسرح وغيرها من الجوانب الأخرى أبو لوليد دكتور ديزي الخالد قبل ما نتكلم عن الجامعة وأنت لك مناصر فيها مثل ما ذكرنا أنت الآن أيضاً في مقالاتك الأخيرة وبعد أن صبحت كاتب في أكثر من مكان ولكن الآن تكتب في السحات العربية أيضاً تطرقت إلى الجامعات فدأني أولاً أتكلم عن دول الجامعات دول الجامعات يعني نسمع عنه يلغى يطلع من جديد مرة ثانية أنت أيضاً أنت قد دول الجامعات وقلت أنه أعتقد أنه قد في بعض المرامج والمقالات أنه بعض اللاعبين أساساً ما هم من الجامعة يأتوا من الأندية صحيح؟ جميل طيب وين دوركم أنتوا في الجامعة؟ حتى المدارس دعنا في الجامعة أول شيء هي المدارس والجامعات ملتظم شوف أنا عندي اعتقاد كامل أن المدارس والجامعات يجب أن تغذي الأندية وتغذي الرياضة بشكل عام الرياضة الجامعية والرياضة المدرسية يجب أن يكون لها دور واضح في استقطابات وصرق المواهب ثم تحويلها للأندية اللي صاير العكس اليوم حتى منتخب المدارس التعليمي يأخذون من الأندية واللي جاهزين يتمرنون في الهلال في النصر في الاتحاد في الشباب في الأهلي منتخب مملكة يروح من القطاعات السنية في الأندية يروح من الأندية ليس من المدارس؟ لا هم في مدارس لكن ليس بشغل المدارس أنا أقصر لا يشغل المدارس ولا يشغل الجامعات بس الرياضة المدرسية ليس لها وجود طيب هذا الخلل اليوم الهرم مقلوب عشان كذا احنا تكلمنا على هذه الجوانب الهرم مقلوب المفروض المدارس والجامعات يكون لها دور مثل ما هو وجود في كل دول العالم المتقدمة الرياضة اليوم الجامعات يجب أن يكون لها دور اليوم الاتحاد الرياضة الجامعات تحترم تماما المسؤولين فيه سواء الآن ولا القدامة يعني الدكتور خادم زيني وزملاء لكن لا زال الاتحاد الشكل أكثر من الواقع يعني والله نظمنا بطولة يعني أنا اليوم الأيام أحضر نهائي طائرة ورئيس الاتحاد والزملاء وكل الناس اللي في الاتحاد يفتخرون المستوى الفني العالي لكن اللي يلعب الهلال والاتحاد جامعة الإمام وجامعة الملك عبد العزيز تبقى أكثر منها الصراحة؟ يعني جاعب جاهز يلعب في النادي اليوم الجامعات إذا ما يكون لها دور في تفعيل النشاط وحضور الملاعب ويقضي وقت الهدف أن الرياضي أو الطالب الجامعي تتكامل شخصيته بالنشاط الطلابي سواء الرياضي أو غيره أتكلم بحكم العمل الرياضي يفترى يكون له دور ما تقول له فوليد مردود سلبي جداً أدبياً وصناعة لاعبين جداً يعني أدبياً أدبياً كيف كجامعة أدبياً لا أريد أن يزيد عن أكثر كيف أنت تأخذ لاعبين من أنديا وتلعب فيه؟ ليس المردود لك إذا فزت بطورة مثلاً وهذا السؤال وهذا السؤال السؤال أنك عشان في الجامعات تشتغل صح اليوم يجب أن تشوف الملاعب خلية نحل كل الجامعات السعودية فيها ملاعب كلها بيستثناء وملاعب على مستوى عالي جداً أنا والله يزر الجامعات بحكم زيارتنا كجامعة تلاميون في مراحل سابقة بعض المناطق آخرها ممكن نجران وأبها وجهزان جامعات على مستوى عالي جديدة الأخيرة على مستوى عالي لكن لما تأتي في النشاط الطلابي قبل البطولة بيوم يوم يوميين يجمعون اللاعبين اللي يلعبون في أندية خلاص تعرفهم جبهم ماذا تقول لهم إذن؟ كيف بالفعل الجامعات هذه تنتج؟ كيف تقدم خدماتها جيدة للمجتمع؟ نعم أولاً يجب تفعيل النشاط الطلابي بشكل عام لأنه جزء مكمل لشخصية الطالب وترى فيها بحوث ودراسات هذا الكلام ليس كلام إنشائي الطالب وأنا عملت بحث في هذا الجانب الطالب لمارس النشاط الطلابي سواء رياضي ثقافي اجتماعي مسرح جواله أي نشاط ينعكس يعني بنسبة إلى ثلاثين إلى أربعين في المئة على أداء حتى عندما ينتقل سوق العمل في أي تخصص كان تتكامل شخصية الطالب الجامعي عندما يمارس النشاط ويعتز بشخصيته ويبدأ يكتسب خبرات ومهارات لا يمكن يكتسبها في قاعة الدراسة أبداً لذلك نشاط الطلابي مهم لابد أن طالب الجامعة يمارس النشاط الطلابي لابد أن الطالب في الإبتدائي والمتوسط والثنوي يمارس الرياضي اليوم حصة التربية الرياضية واحدة أو اثنتين في الأسبوع غير كافية اليوم التعليم بالرياضة حتى الرياضيات والحساب والأعداد بالرياضة ممكن في الصالة الرياضية اليوم الطالب يجب أن يجلس على كرسية فقط فلسفة التربية اليوم بالحركة التعلم بالحركة التعلم بالرياضة فالأنشطة تجي عدد الإضافة النشاط الطلابي اليوم لما تستطيع الطلاب ما يجول الملاعب تجي تمر الملاعب كلها طافية كل جامعة المملكة هذا خلل خلل كبير وين عمادات شون طلاب وين إدارات الأنشطة وين استقطاب الشباب يلعبون في الميدان المسباح المضمار ملاعب الطائرة والسنة هل هذا هو امتداد للتأسيس في مدارس تدائي ومتوسطة بالتالي لا بد أن نبدأ من لا بد أن نقول تدائي من الرو طيب والاتفاقيات هذه بين وزارة الرياضة والرو كلها كلام على ورق كلها على ورق في الميدان جزء ما يتعدى 10% الساحات الرياضية اليوم الساحات الرياضية اللي عملتها البلديات وزارة البلدية في الأحياء اليوم فقط عامل يطف النور يولى النور لكن تلقى اللي يدخنون واللي ما يلعبون واللي قاعدين بدون أي اهتمام طيب استغل الساحات استغل الأحياء اليوم كبديل الأحياء الساحات بديل النشاط المدارس اليوم ليش معلم التربية الرياضية ما يكلف بمبلغ مالي خارج دوام أو مكافأة معينة ويأتي بعد العصر يدرب الشباب كرة قدم كرة سلة كرة طائرة حتى نعيد النهضة للمدارس وللرياضة المدرسية وللرياضة الجامعية اليوم الحقيقة ما يقدم لا يتعدى 10% من المطلوب مع الاحترام الكامل للاتحادات والجامعات والمدارس اليوم الكلام اللي على الورق ما يكفي إذا فعلا فيه صدق ننشئ شباب متعلم يحب الرياضة وبجوانب تربوية جيدة يعني أنا في رأيي أزعم دائما أن الميدان الرياضي هو ميدان تربو إذا ما ينعكس لما يروح البيتهم على أخلاقه وسلوكه مع أهله مع جيرانه إذا ما ينعكس على شخصيته لازم تسحب بدل ما يروح اليوم أنت تشوف حتى حرب المملكة السعودية على المخدرات وعلى الجوانب هذه الرياضة جميع تستثمر الرياضة في كثير من مرات في الحرب المخدرات ممتاز دائما أنا أقول جبهم للميدان الرياضي تذكر شعار على المخدرات قبل 40 أو 30 سنة حتى على شعار اللاعبين لكن نبغى ميداني يعني لا يتكفي الشعارات ولا تكفي الملاعب وهي ما تستخدم الملعب اللي ما يستخدم كأنها شعار عادي طيب لفت نظري مدام أنه في الجامعة أو حديثها الجامعة في مقاراتك تقول أنه استاذ جامعي مشغول باستشارات خارج الجامعة وعضوية لجان بعيد عن تخصصه نعم منشآت عملاقها ملاعبها لا تستخدم إلا خمسة في المئة صحيح وأكضاً قلت البروفيسور لما يدخل معمل أو يكتب بحثاً أو يشرف على دراسة ماذا تريد أن توصل من الرسالة؟ أنا دائماً أقول والمواد يطول في هذا الجانب لكن الجامعة في التصوري عندها أربع أربع مهام أو أربع رسائل أو أربع واجبات الواجب الأول الجوانب الأكاديمي قالوا الأستاذ الجامعي يجب أن يتفرأ لطلابه لتقديم المادة العلمية والاستشارات الدراسية بدل أن يرتبط باستشارات خارج الجامع لا يمكن استاذ جامع يبتعث أو يدرس ويتأحل ويصير مؤهل لهذه المادة العلمية ثم لا يقدم للطلاب إلا 30% من المجهود الدراسي العلمي هذه نقطة مهمة جداً لا إذا كانهم ملتزم بجدول دراسي يجب أن يقوم بالعبع الدراسي الحقيقي ساعات مكتبية محاضرات علمية يدرس حتى يستفيدهم هذه غير موجودة يعني؟ موجودة لكن فيها خلل لا أنا ما أقول أتهم الجميع؟ لا لكن أقولك فيها خلل هل هي مختلفة في الجامعات؟ غالبية الجامعات لأن لما كتبتنا المقال عن الجامعات كان اتصال من أكثر من جامعة يشكرون يقول هذا الصحي يفترض نحن فعلا يكفي من أساتذة ومن وكلاء جامعات ومن مدير جامعة والمقال هذا كتب في الصحة العربية؟ كان وقتها في صحيفة مكة الجامعات السعودية إلى أين؟ وقلت أن هذا الجانب الأول الجانب الثاني البحث العلمي اليوم بحوث العلمية للتلقيات للأساتذة الجامعيين بحوث الدراسات العليا الماجستير والدكتورات بالآلاف لكنها في الرفوف البحوث في الرفوف ما حد يقراها ما حد يشوفها طب هذا خلل إذا ما نستفيد من البحث العلمي المتعوب عليه من قبل الباحث العلمي للتطبيق الميداني أو للاستفادة للدولة بشكل عام وللقطاعات المختصة بهذا البحث حسب النوع لأنك عشرات وآلاف البحوث لكن بدون فائدة الجزية الثانية والمهمة كما اللي هو البحث العلمي اليوم البحث العلمي مهمل يعني فيه جوانب كثيرة ما فيه ذاك الاهتمام بحيث نستفيد من الأستاذ الجامعي في بحوثه ودراسات لتنعكس على المجتمع النقطة اللي يجبناها من شوي النشاط الطلابي الجامعات لا زالت لا تقدم لعشرة المئة من المطلوب للنشاط الطلابي الطالب لابد أن يمارس النشاط الطلابي باستمرار هذا غير موجود يا محمد غير موجود جامعات ضخمة فيها منشآت فيها مسارح فيها مراكز جوالة فيها لكنها غير مستخدمة غير مستخدمة نهائية وعليكم منصف عشرة في المئة مستخدم طيب عشرة في المئة ما اللي تنعكس على الشاب السعودي اللي اليوم يدرس طالب جامعي كان في الثنوي كان كان ما درس ولا لها أي نشاط هذه الجوانب في تصوري ابو أحمد يجب إعادة النظر في الجامعات السعودية سواء في الأستاذ الجامعي في البحث العلمي في النشاط الطلابي خدمة المجتمع اليوم الجامعات من أهم ركائز دور الجامعات خدمة المجتمع ترىها خجولة جدا يسوي لك نشاط معين مركز مثلا تبرع بالدم مدري حاجة بسيطة وهي المبروض الجامعات يجب أن يكون لها دور في خدمة المجتمع حسب التخصصات الجوانب التربوية الجوانب النفسية الجوانب الطبية الجوانب العلمية هذا يدخل في معايير التصنيف العالمي اللي نقول عنه دائما نجد أنه جامعاتنا متأخفية طبعا بالتأكيد أنه يدخل والجانب العلمي طبعا أهم البحوث والدراسات العلمية والموجودة لكن هذا كذلك من الأشياء أبو أحمد اللي يا أخي أنا ما أتكلم عنها أنا بشأنها مخجلة وأحس بالقهر يا أخي كيف جامعات بهذه الضخامة وهذه الإمكانات ولا وكانها مدرسة ذنوية الكلام هذا قلت قبل ما تتقعد أبو أريد في الجامعة والله قلت ولا بعد ما تقعد لا لا قلتها أنا والله قلتها أكثر من مرة وناقشت في أساتذ مختصين وبعضهم يزعل يعني بعضهم يقول يا أخي لا تثير مواضيع مثل هذا ليش ما تثير طيب البلد يا أخي يحتاج إلى إلى الصدق من الجميع لتقديم الجامعات يعني فيها فيها إمكانات الجامعات فيها إمكانات عالية لكن يعني لا يقدم إلى 10 إلى 20% من الإمكانات سواء في الأنشطة المختلفة أو حتى في خدمة المجتمع دعلا هذه الرسالة تصل بشكل جيد جدا أتمنى والله أتمنى أنا أعو من تماما الناس يعني في بعض كثير من الأساطير كثير أقول ودهم هالأمور تصير لكن ما فيها الدعم أو خلنا نقول التحفيز طيب الجامعات يا أبو وليد يعني أنت تستثيرين بسؤال الجامعات بما أنها جامعات يعني المفروض يكون فيها في الهيكل المفروض يكون فيه مستشارين مثلا لا لا المفروض يكون فيه منصة من خلال ما يقدم مكترحات تصل إلى الهرم وأيضا يكون فيه مثلا خلنا نقول اجتماع الشهري اسماع ربع سنوي تناقش في هذا الشيء مع يسمون البورد بالضبط الهيكل الإداري المختص القسم الإداري مختص المدير الجامعة كلامك صحيح ما تحدث أكيد فيه اجتماعات لكنك تعرف كثير من أمورنا تدار كتوصيات طيب أخلصت التوصيات مثل بحوث العلمي خلص البحث علمي مهم جدا للمجتمع انتهى الباحث أخذ درجة الماجستير أو الدكتورة حطها في الرف وانتهى المرجعية العليا اللي هي الآن من هي الآن مرجعية العليا في الجامعات وزارة التعليم العالي الآن دمجت مع وزارة التعليم صارت وزارة واحدة وانا بالرأيي كان افترض ان الوزارة التعليم بكل واحدها العالي لان الجامعات والكليات العليا افترض يكون لها مرجع مباشر حتى تحل كثير من الأمور يمكن يكون فيها وكالة أو مثلا لكن أنا بتصوري خلين اختصرها ابو أحمد الجامعات السعودية لديها الكثير من الإمكانات والإنتاج أقل من المتوقع وأقل من المطلوب طيب أبو الويد دكتور بردير خالد أذهب إلى محور آخر مهم جدا لأنني طبعا ما شاء الله يعني كناقد بحكم خفرتك التدريبية في أوربت قناة الرياضية أيضا يؤفهم أكشن مع وليد أو أكشن وليد الوليد سابقا وأيضا في الصحف أذكر طبعا أنني كنت مولودة اقتصادية شساق لأوسط مقال كان عندك هدف الله كان المقال ايه في الاقتصادية تموه شساق لأوسط وأيضا في جرة الحياة وجرة الرياضة نحن معاقل الآن نحن في في الأم الرياض نحن المسلمة الصحفية أيضا مره برضا معيقه في قول أولاين صحيح في صحيفة مكة والساحات العربية الآن نعم تطلق كثير مواضية من ضمنها أيضا خلنا نقول يمكن من الأشياء اللي مرة مرة وهي خلنا نقول صلب الحديث دائما الآن الثمانة أجانب أنت ضد الثمانة أجانب اليوم نحن نعيش تقريبا نحن السنة الرابعة والخامسة بعد إقرار ستة ثم سبعة زائد واحد ثم الآن ثمانية وسيكون ثمانية مئة في المئة الموسم القادم في كثيرين يقولون مع الأيام اكتشفنا أنه وجود الأجانب السبعة مفيد في القرى السعودية أن ترى ذلك وش معايير الإفادة أو الجودة أو المرضى مثل ما يذكرون إثارة الدول السعودي تطور حتى مستوى اللعب السعودي وصول منتخب في المحرس السنتين الأخير بدأت في السنة الأخيرة إلى كاس العالم وآخرها فوزنا على الأمان هذه معايير تطرق طبعا واليوم عندنا لعبين الجانب كثر من ضمنهم الآن كريستانو رونادي صحيح أنت ما زلت عند رأيك ما زلت نعم أنك ضد الثمانية ضد السبعة لكن مع الأربعة أربعة زائد واحد بالكثير أربعة زائد واحد حتى الأربعة ما يلعبون مع بعض يعني أربعة زائد واحد الخامس الشهور يعني الخامس يكون بديل للأربعة يشارك في بعض المباريات بإصابات أو حاجة المدرب حتى يكون في مقاعد هذا سبعة زائد واحد الثامن هذا أربعة زائد واحد يعني أعطيه فلوس بدون ما يلعب معلش يفيد في التمرين يفيد في المباريات يفيد في كل شيء اليوم يا أبو أحمد المنتخب سوف يتضرب الشباب الناس اللي تفازوا على الأرجنتين أو اللاعبين الآن السعودين المميزين هذا اللعب برزوا وثبتوا وجودهم قبل أيام الأربعة أيام الأربعة يعني ما برزوا بعد ما جدت الثماني كان عندهم تأسيس ولعبهم ميدان لأن اللاعب إذا ما يلعب لو يتمرضم في اليوم عشر مرات لن يرتفع المستوى الفني أبدا لن يرتفع اللاعب متى يرتفع مستواه إذا احتك في الملعب مع الأجنب المميز المميز جدا وتعرض لضغوطات الخوف من الخسارة ضغوطات المنافس أخطاء الزميل وضغوطات الزميل ضغوطات المدرب وهو يوجهه خارج الملعب ضغوطات التحكيم الخوف من الخسارة المحافظة على النتيجة وشلون يحافظه كسبان وشلون يحاول يندفع للتسجيل تعديل النتيجة إذا كان خسران هذه الأحوال ما تحصل في التمارين تحصل في المباريات لذلك نقول حساسية المباريات لذلك في كثير اليوم يلومون اللاعبين اللين ينزلون يقول لك أخي ما أقدم شيء طيب شو أنا أقدم أنا ما لعبت التمارين ما تكفي تجهزك بدنيا مهاريا لكن تفاعل وحساسية المباريات إلا بالمباريات لذلك اللي يلعب مباريات باستمرار ما يطلع من الملعب دائما يلعب تجد مستوى عالي جدا حتى وإن كان في المكانات الفنية أقل من غيره وتلقى اللاعب المتميز جدا ما يبرز لأنه ما يلعب ما يلعب فقط والأسماء كثيرة والأسماء اليوم كثيرة فأنت لما تجيب ثمانية أجانب أنا قلت تقريبا ثلاثمائة وزيادة لاعبين أجانب لو أسألك اليوم أبو أحمد وأنت رجل مختص ورجل ميدان رياضي وإعلامي رياضي متميز يا أحمد أبسألك سؤال ولعب كورة تراك أعرف أنك لاعب كورة أعرف أنك لاعب كورة أعرف لي ثلاثين لاعب بس أنت تعرف أبو وليد في الأخير أنت تعرف مني في المورث النية تعرف أن الفريق يعني تعاقد مع لاعبين حسب ولا يوى فدراته أو حسب احتياجاته والغالبية بالذات غير الأندية اللي يمكن الجماعة يمكن اتحاد يوم لو نقيس اتحاد يوم يلعبون مع السبعة والثامن قصرا يلعب النصر خسر لاعبين بلي صعبة مثلا الهلال خسر لاعبين بلي صعبة مش لأنهم سيئين مثلا إلا ما ندر اثنين أو واحد لا لا فيه لاعبين مو سيئين لا ضعبين أنا مقياسي من أجنبي فيه لاعبين ضعيفين طيب خلاص زي مثلا لو بقيت أنا أتكلم عن ذلك مثلا تحديدا فيته واحد من اللعبين الجوير المثال السيئ الجوير المثال السيئ طيب بلا رجاوه هنا جملة مقدم شيء نعم اليوم في النصر في بعض اللعبين صراحة خسرهم بسبب الإصابة أو مثلا لا يصف لنادي النصر وتورط فيه فهم عارض قليل لكن في لعبين مميزين جدا ليس موجودين أحسن أظن لك مثال أخير اليوم فيه مهاجم من منتخب فراس بريكان لعب أساسي لماذا لو استمر في النصر لا لعب نعم لو استمر في النصر لا لعب طيب نادي الفتح عنده جانب ولاعب عليهم اليوم مثلا شفنا في مبارات آخر مبارات لعب التعاون مع الاتحاد وفاز على الاتحاد الحارس البديل لي نزل لي نزل كان نجح وكان واحد مننا راغد وأيضا اللاعب فهد الرشيد من يسجل الهدفين ممتاز أنت ضربت مثال ممتاز جدا هذا اللاعب برز لماذا برزوا لا نحتاجونهم لعبهم تخيل الرشيدي لاعب أربعين مبارات تخيل فهد الرشيدي لاعب أربعين مبارات تنافسية ضد الهلال ضد النصر ضد الاتحاد ضد الشباب ضد الأنبياء الأخرى لاعب أربعين مبارات اليوم عبدالله الرديف مثلا لاعب متميز جدا بديل لاه في الهلال ولاه في الهلال لاعب في الهلال وراح للتعاون عشان يلعب ما لقى فرصة أنا أقصد أبو أحمد أنا أقصد خلنا أخي المثال قديم جدا ريفالينو أثر على جيل كامل على لاعبين الهلال على المنافسين ليش لأن اللاعبين يلعبون معها في الملحب اليوم أنت عشان تجيب لاعبين متميزين جدا جب أربعة على مستوى عالي جدا زين وأفضل من ثمانية كلهم مستوهم في مستوى اللاعب السعودي ما استفد شي استفدت أن اللاعب السعودي جلس بديل أبو أحمد يعني أنت تصر على رأيك أنك ما زلت ضد الثمانية أبو أحمد قبسة ستة في الدرجة الأولى اليوم حتى لي ما ينجح في الدرجة المحترفين يروح الدرجة الأولى قدامها ستة أجانب لا يقل замقى موقع يروح الدرجة الثانية أربعة يعني انت تصر على تقليص إلى كم؟ أنا أقول بالنسبة لتعبان الدور المحترفين أربعة زائد واحد لديا حسناً ذلك هذه الصعبة المتميزين عديني أعلى الصابع الحالي الدرجة الأولى خلينا نقول اثنين ثلاثة هو درجة الثانية ما يحتاجها جهن ممكن تحط لاعب أو لاعبين عشان يرفع المستوى أو عشان تعلم من هاللاعب اليوم أبا أحمد في جوانب كثيرة نحكم على وقت المياضي قبل ثلاثين سنة هل هذا الكلام بحكم كلامك الآن مخيف للمنتخب السعودي مستقبله جدا جدا اللاعب السعودي لا يلعب خارجيا لأنه ما يحترف في الدوريات خارجية ولا يلقى الفرصة يلعب مباريات لما تنزل في مباراة منتخب لن يكون بالحطة طيب المنتخب عنده الآن حقاقات خوية من ضمنها من ضمنها أنه سيستضيف كأس آسيا سبع عشرين وحنا نقول أنه لازم نأخذ كأس آسيا سبع عشرين طيب لو اعتزل العويس والعمري سلطان الغنام وفراس البريكان والفرج وسالم من هم البدلة؟ طبعا بدون أسمع أخرى أكيد من البدلة؟ اليوم الناعب الجيد ما يقدر يلعب في ملعد سواء في الهلال في النصر الآن سنقول كبيرة الاتحاد الآلي ما يلقى الفرصة هي العمل أربعة زائد واحد ستعطي فرصة لخمسة إلى ستة لاعبين في كل مباراة غير البدلاء اللي بيشاركوها فتكون الفرصة أفضل بشرط مهم جدا أن اللاعب اللي يتم استقطابه يكون على مستوى عالي جدا من الإمكانات والقدرات أنا مع احترامي لكل الأفكار اللي قاعدة تنطرح اليوم أنا ضد اللاعب اللي على أبواب الاعتزال صحيح العالمي في جانب إيجابي اللاعب العالمي المشهور عالميا من ذاك الأسماء؟ المشهور عالميا إضافة إعلامية إثارة للدوري بيعكس لنا سمعة خارجية يعني أنت ترمي على كريستان رونالدو وميسي والأسماء المقاربة لاعب على أبواب الاعتزال جب لاعب مستواه عالي جدا وبدل ما تجيب لاعب اللي على أبواب الاعتزال جب محلها أربعة نفس قيمة رونالدو الآن ما يلعب في الدوري السعودي؟ هو إضافة لا شك كان مضيف ولا لا؟ إضافة لا شك إضافة لا شك إضافة على مستوى متابعة الدوري السعودي إضافة كبيرة جدا اسم كبير وخطير الفنيا في الملعب إضافة اللاعبين يتعلمون من كثير بس خلهم يلعبهم معه أنا أشوفه جاد صراحة لا جاد هي جاد جاد جدا لكنه أيضا ما هو وفق في بعض اللي بس يا أبو أحمد أنت المبلغ المالي سواء ميسي أو كريستاني أو غير من اللاعبين تقدر تجيب أقل شوي خلنا أخذ المثال في النصر تاليسكا مثلا أنا أبغى خمسة زيت تاليسكا أحسن من كريستان أنا مستوى عالي جدا كاريو في الهلال روما في الاتحاد جب لي خمسة زيت روما في الاتحاد أحسن من تجيب لي لاعب نجم بكرة بيعتزل هذه الفلسفة أنا هذا رأيي الفن أنا لو تقول لي والله أنت تعال مدرب وماسكها الفريق تبغى أجيب لك هذا النجم ميسي مثلا أو أجيب لك خمسة زيت روما أقول لك أجيب لي خمسة زيت روما ولا أجيب لي ميسي بس في المعيار هذا اللي تقوله مو شرط أنه سيعطوك المقابل المبلغ اللي مثلا سيكون لميسي المفروض لا هما نتحدد المبلغ أبو أحمد حسب الاستراتيجية أنه يعني إذا جبت ميسي أوكي لن أجيب لك مثلا بديل لو ما اخترته لو ما جاء ميسي مثلا أو رونالدو للنصر الآن ما راح أجيب لك بديل بنفس المبلغ اللي أعطيها للأثنين هذول الفقرية تحديدا وبالتالي هو ميسي ورونالدو تحديدا لأهداف كثيرة جدا مش فقط لناحفة النية أكيد نكتعرف الشيء هذا طبعا شوف أنا أي حراك رياضي أو دعم الحقيقة شوف أبو أحمد خلني أقول جزئية مهمة جدا كانت أفترض أقولها في بداية الحديث اليوم الدعم المعنوي والمالي من القيادة الرشيدة يضعنا كلنا كرياضين كمجتمع رياضي أمام مسؤولية عظيمة إذا لم ننجح وإذا لم نبدع وننافس على مستوى كاس العالم على مستوى الآسيا على مستوى الأندية هو شفايدة اليوم في دعم يعني ما عندك عذار يعني الزمان كان نقول الله نوحي المالية اللاعبين ما عندهم فلوس ما قدر استقطب ما قدر يجيب مدربين اليوم الدعم كبير الأمير محمد يستقبل أي فريق يحقق إنجاز بكل فخر اليوم الدعم كبير جدا إذن يا أخي ما لنا عذر المسؤولية عظيمة لكن عشان أن نكون في المسؤولية العظيمة يجب أن أنصح يجب أن أقول الكلام اللي يخدم الرياضة السعودية ولا يضرها يعني تعزيز الأندية اليوم في خلل كبير جدا يا أبو أحمد التصوير سيء الإخراج سيء الملاعب سيء النقل التلفزيوني اليوم في ملعب الملعب تشوف ظل اللاعب أربعة ظل اللاعب يعني إضاءة سيئة جدا الأرضيات الملاعب نفسها مرة هذا موقف الملعب يعني فيه كذلك أشياء البرامج الرياضية المصاحبة وين البرنامج اللي يعكس أو يعطينا التوجيه الفني والإداري والتوعوي للجماهير ما فيه اليوم نحتاج إلى مدام عندنا دعم والدعم هذا كبير ومن أعلى سلطة يفترض أني أستغل لهذا الدعم في فعلا تطوير الرياضة السعودية اليوم خلنا أخذ المشهد بعد أربع خمس سنوات بنصير زي حالنا إذا نحن بهذا الشكل لكن لو عملنا نهضة حقيقية وصادقة بالاستفادة من هذا الدعم حتى الدعم المعنوي كبير جدا اليوم يعني الدولة كلها تمهتمة بالرياضة حتى في رؤية عشرين ثلاثين وحتى في هي قوة ناعمة لك في الخير جدا قوة في زي الولاي تقول نحن مسؤولين أمام هذا الدعم الكبير من تحدد أولا؟ كل الناس حدد عطيني أنا أول أنا أول واحد أنت كمدرب أنا كمدرب وكناقد وكمحب للرياضة أجي أقول هذا صح هذا غلط صادق مواجئة ناقرة أنت لا تكلمت și أعطيني الجزء الثاني منهم الجزء الثاني حاد القدم مثلا؟ ما مطلوب من مطلوب بن환 إاتحاد القدم؟ أولا لازم نحل ل الواقع اللي هو؟ نحل الواقع بتفاصيله على مستوى اللاعبين على مستوى الملاعب على مستوى الحكام على مستوى اللجان علي لازم تحليل حقيقي صحيح على الواقع وش الإمكانات المتاحة وش السلبيات وش الإيجابيات عندك سلبيات الأمور كبير كبير مثل ما ذكرنا تقول النقل خلي نقل تلفزيون هذا الجمع طيب خلي أبو أحمد معقول مدرب معقول مدرب أمس يلعب ويخسر وبكرة يحلل في برنامج هل هذا منطقي؟ من هو هذا؟ ما لديك أشهر مدرب موجود الآن مدرب فشل مع النادي ألغي عقده بكرة يحلل في برنامج عشان يوحي الناس طيب أنت باشي الأمس مش سعودي سعودي يقولي من الوطن خليه يأخذ الفرصة أخرى في مجال أخر لكن أجنب ما لقى الفرصة في بلده اليوم لما يتنقل قبل ثلاث مواسم 24 مدرب 24 مدرب يا بو أحمد يلغى عقده ويحط مكانهم 24 جديد فلوس سمعة هذا قبل متى؟ قبل رضا مواسم اليوم أنا أتكلم عن مواسم الحالي كم اليوم ألغى عقد؟ أنا أريد أن تكلم عن مواسم كم الموسم اليوم؟ كم ألغى من عقد مدرب؟ ستة وسبعة سبعة ممكن أو ثمانية الدولة الإنجليزية في نفس الشي لا لا بسموه في هالمغاربة اليوم إحنا بأعداد شوف معقول في مدرب للثلاثين سنة في السعودية أجنبي معقول في مدرب ينتقل من ألف إلى باء إلى جيم مدرب من ثلاثين سنة في مولد الدول السعودية؟ في مدربين من ثلاثين سنة موجودين أنا لما كان صعدت مع سدوس في مدربين لعبوا ضدهم إلى الآن موجودين؟ في الساحرة الرياضية؟ اللاعبين اللي فشلوا في دورة المحترفين اللهم يلعبوا في الدرجة الثانية وفي الدرجة الأولى لاعبين أجانب فشلوا في أندية المحترفين الآن يلعبون في الدورة الدرجة الثانية وفي الدرجة الأولى بابو أحمد لماذا نقول تحليل الواقع؟ لكيف لا ينصل الكلام إنشائي؟ تُع optimization تعال وضع الورق وقل وشه الموجود وشه السلبيات وشه الإيجابيات ووش عندنا وش الفرص المتاحة اليوم لما أحط مثلا الدعم المعلوي والمالي من القيادة الرشيد هذه قوة ولم هي قوة أكيد قوة كبيرة جدا طيب ما نعذر ليش ما ننجح أنديتنا منتخباتنا كل شيء ليش ما ننجح كل ما كانت متاح المنتخب متاح الكاسر العالم آخر مرة وقبلها بس يفترض أن يقدم أفضل ويفترض يكون شكل أنديتنا أفضل ويفترض دورينا نفسه يكون أفضل اليوم الإثارة اللي في الدوري السعودي ليش إثارة فنية اسمح لي أفضل معقول مع الثمانة جانب نعم إثارة مصطنعة أنا رصدت مباراة لن أذكرها الوقت الملعوب ما يتعدى في الشوط 27 دقيقة أو 24 دقيقة كم مباراة؟ مباراة واحدة؟ أكثر من مباراة أنا مغالي تقيس على مجموع مباراة مجموع مباراة واحدة لا يمكن أن نقيس على مباراة واحدة أو أن نقول هذا هو التصنيف والمستوى لدوري السعودي أفضل في مقاييس طبعا أنا لما أكون مشاهدة عادية غير لما لماذا نقل التحليل؟ يعني التحليل معناته أدوات ورصد على ورك وعلى مختصين علميين طيب ما أنت جبت في سيرة الحديث قبل شوي سيرة اللجنة فنية بقيالة الأستاذ تركي تركيا أكبر من الإمكانات يعني الجهد على اللجنة أكبر من الإمكانات أنت سبق وشتغلت في اللجنة شوف اللجنة الفنية مش هذي مهامها ترصف دمت وتقدم المعايير وتقدم المستوى وتحلل المستوى وتحلل اللاعبين مثل ما ذكرت هل ما تقوم بإذا الشيء؟ يفترض أن تقوم لكن بعض أعضاءها غير متفرغين يعطونه مكافأة بسيطة والأجنبي يعطى بالدولار في اللجنة الفنية أبو أحمد ليش أنا أقول تحليل؟ أنا أقول تحليل عشان ما يكون كلام شائي من عبد العزيز أو من الثاني والثاني طرح لي أنقال في الوسط الرياضي اليوم الكلام لو بنجمعه يطلع كتب لكن لو ما تجي تحليل علمي بأدوات علمية باستمارات برصد تحليل الواقع بشكل ممتاز إيجابيات سلبيات إمكانات متاحة كل عناصر التحليل العلمي هتطلع بنتائج والنتائج يجب أن تطبق على الواقع ما تصير في المؤدراج مثل البحوث العلمي اللي قلناها في الجامعات من شوي تصير على الميدان لما نتكلم عن اللاعب الأجنبي مردودة لما نتكلم عن المدربين اللي يتنقلون من ألف إلى باء إلى جيم يطلع من جنوب إلى الشمال إلى الغرب إلى الشر بفشل وليس بنجاح يا أبو أحمد هذه ما تحتاج دراسة ليش المدرب يفشل ولا يكمل الأسبوع إلا هو متعاقد مع نادي آخر إلى الآن هذا موجود أنت تكلمت فيه كثير موجود إلى اليوم متابع بدقانتي لكن موجود موجود يا بحدي إذا أحد عندها كلامي موصحيح في مدربين الآن في الأربع أو خمس سنة ندرب أربع عندي أو خمس سنة مرة رصدنا مع أحد الزملاء في اللجنة الفنية نادي مدرب مدرب في سنتين مدرب عربي في سنتين مدرب سبعا دي أبو أحمد من فشل إلى فشل طبعا جل بنجاح يعني عندما نتكلم عن مدرب أبو أحمد مدرب في سنتين مدرب سبعا دي وش يصير هذا هل هذا عمل فني جيد هل هو فيه ما في محاسبة هل هذا منطق من خلال هذا العمل ننشد النجاح إذا كان النادي يقدم على هذا العمل ما المسؤول عنه هل لا بد يعني هل أنت تعتقد أن السحر القدم سيجبره هل تعتقد أن السحر القدم سيجبر هذا النادي على عدم التعاقد هل لا يحط اشتراضات فيه هم طبعا الأخوان في اللجنة الفنية وهذه من محاسن زي ما قلت يا جفنية الساترتي وزملاء قالوا اللي يلغي عقده في درجة ما يدري في نفس الدرجة لازم يندزل درجة وإذا ألغي عقده مرتين في بنوت زي كذا لكنها من سنتين إذا ألقي عقده أكثر من مرة يجب أن يخرج وإنه أيضا ما ينتقل من نادي النادي في نفس الدرجة المفروض اللي يلغي عقده مرتين أو ثلاث مثلا يخرج خارج المملكة أربع سنوات خمس سنوات طور نفسه كتعا ليش السعودي طالب بتطوير نفسه والأجنبي ما يطالب اليوم حتى في الدرجة الثانية في الدرجة الثالثة في فرص ابو أحمد تحدث عن التحليل اللي يقول عليها كم عدد المترجمين كم عدد خصاء علاج طبيعي كم عدد المساعدين المدربين الغالبية أجانب اليوم في الميدان الرياضي 70% أجانب شوما للعب الشاب السعودي فيه كفاءات من الشباب السعودي في المجالة ذكرت الطب والمساعد المدرب موجودين طبعا كألا عندك حصائية ما عندي حصائية ما عندي حصائية عشان كده نقول لك سوي تحليل اليوم أبو أحمد لما تتكلم عن كمل أخذت لا أنا أخشني أخذت لا أكمل عندك أشياء بتطرحها يعني ما ريش أقول لك لكن اليوم المدر يعني خلنا أقول الكادر السعودي تذكر قبل 40 سنة الأمير فيصل رحمة الله عليه فيصل استعان باكاديمية جيمي هيل صح لتطوير الرياضة ليش لأن كان الشباب السعودي ما زال في البدايات اليوم الجامعة التربية الرياضية الجامعات السعودية كلها تخرج تربية رياضية كليات اللغات والترجمة تخرج كل اللغات كل اللغات التي تتخيلها موجودة في الجامعات السعودية درسونا شباب سعودي العلاج الطبيعي اليوم كليات علوم الطبية والعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية موجودة في كل الجامعات السعودية تخرجون اليوم الكوادر المساعدة على الحاسب الآلي الإحصاءات في شباب سعودي متمكن جدا لا يجد الفرصة في الأندية هل هذا صحيح؟ لذلك أنا أطالب بالتحليل الواقعي التحليل الرباعي الواقعي اللي يدرس الحالة بشكل أشمل من كلام عبد العزيز طيب وتعالج السلبيات وتعزز الإيجابيات ونبدأ ننطلب لكن إذا نستمر على نفس الواضع يقول أولين يقول ما يحكي جلدك نظف رك نظف رك وأبن الوطن يعني دائما يجب يكون هل يتحمل مسؤولين اليوم أنت في هالوقت وفي هالدعم الحوكمة الحوكمة اليوم طورت الرياضة صحيح الحد من الهدر مالي في تقنين مثلا الصرف وعاخر تستقطاب مثلا الكفاءات حتى اليوم فيه كثير من الأندية صار عندها يعني استقطاب الكفاءات الشابة بشكل واحد هذا اللي طالب بهنا لكن النسبة قليلة لا زال تقل من المطلوب لا زال تقل من المطلوب وفي ناس موجودين لهم عشرات السنين موجودين ما اشتغلوا في بلادهم غير السعودين غير السعودين والسعودين فيه كوادر السعودية شباب تكلم عن الشباب اترك الجيل القديم الشباب متخصص حسب المهمة اللي انت تبغى من يستطيع أن يقدم على فكرة لست ضد الأجنبي حتى يكون منصف ما يكون ما بالغ حتى دول العالم متقدمة تجيب أجانب الأجنبي لكن في الحالات النادرة اللي ما عندي سعودي يقوم بالدور لكن السعودي يقدر يقوم بالدور ياخي لازم يأخذ فرصة والفرصة في ظل هذه أولا الرؤية تؤكد عليها دائما منح الفرصة للشباب السعودي للخراط في العمل والإنتاجية وهذا مطلوب والشاب السعودي قادر اليوم مؤهل ياخي هو ابن ميدان وبن دراسة أكاديمية ومتعلمين إذن إذن ليش ما يأخذ الفرصة ليش الأجنبي سهل يأخذ الفرصة ويلغى عقده ويروح لنادي ثاني هذا المقصود يعني أبو أحمد هذه الجزئيات أبو أحمد دائما تتكلم من أكاديمية مهد أي وهي مشروع ضخم جدا صحيح أنا يمكن التواصل مع بعض المسؤولين يقول خلال خمس سنوات ستشاهد إنتاجها تقريبا ونابس سنوات أنت لماذا ضد هذه الأكاديمية أنا ليس ضد الأكاديمية أنا ضد أن وزارة الرياضة تكون جهة تنفيذية قبل أربعين سنة تذكر مراكز التدريب اللي في ملعب الملز وفي ملعب جدة وفي ملعب الأمير عبدالله الشباب لأنه الآن كانت ضعيفة جدا اليوم أذرعت الأندية مضبوط اللجنة الأمبية باتحاداتها المختلفة الأكاديميات الشركات الخاصة سواء أكاديميات أو مدارس تدريب أو مدارس أهلية أو مدارس تعليم عام هذه كلها أذرعت وزارة الرياضة المفروض وزارة الرياضة يكون طبعا أنا قبل عشان ما أسترسل وأنسى للأمانة الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة يقوم بدور كبير جدا وقلت لك في داية الحديث أنه بن ميدان صحيح ولا أقلل من أي عمل لا أقلل من أي عمل لكني أعطي ملاحظات كرجل ميدان ومتخصص اليوم الوزارة ليست مسؤولة عن الجهة التنفيذية ليست مسؤولة عن الأكاديميات تضع مثلا أكاديميات في كل منطقة أو مسواء تبع رعاية الشباب كاتحادات اتحاد كرة القدم بيشراف اتحاد كرة القدم أو طلع اتحاد مختص بالألعاب المختلفة لكن الساحات الشعبية جمتش بالريال مدارس وتحاسب اليوم وزارة الرياضة مسؤولة عن وضع اللوائح المتابعة المحاسبة من ينجح ويبدع يشكر ويقدم ومن يخفق يحاسب حتى يصير فينتاجيه لكن هي تكون مسؤولة تكون جهة تنفيذية أنا في رأيي نكون خطأ يعني تقصد علاقتها بأكاديميات غير مثلا هي مسؤولية هي مباشرة هي وما كان يتنفيها الرياضة طيب وين جدة وين جزان وين الأحسى وين الشمال وين الغرب وين الشرق لو كانت لو كانت عن طريق الاتحادات أو عن طريق أكاديميات الأهلية بإشراف ومتابعة ووضع الاشتراطات واللوائح والدعم المالي والمحاسبة تكون تكون بهذا الشكل طيب أنا ما ضدها انتقدت كثير هذا العمل هل يعني تواصل معك أحد من مزارة وزارة الرياضة مسؤول مختص وزارة الرياضة مسؤول مختص في نفس الأكاديمية ماهد أبدا أنا كتبت كثير للاتحادات الرياضية وللعاء عن التحكيم عن النقل عن التعصب عن تنكر أنا سويت مقال طاقتقة يعني غيبة ما حد سأل ليش هالمقال ليش تقول هالكلام في الرياضة لا خلنا في النطاق الفني أو المختص فيك كمدرب سواء الأكاديميات أو غيرها المدارس كل الأشياء أبدا طيب هل أنت مثلا تواصلت مع نفس الأكاديمية المهد لا هل أنت زرتها لا ما تواصلت ولا زرتها ما زرت ننمذش نظام كيف أدخل وكيف أحسر ألفين يعني عشان نروح وأعتقد معظم المدربين السعودي ما راحوا لأنه ما تم دعوتهم ولكن أنت كمدرب لك اهتمامك وكذا كتبت مقالين الظاهر ما بدرت تزورها وتشوف وتعرف والله ما بدرت والله ما بدرت قد يكون انتقادك من الظاهر لا ما أدعي أني أملك الحقيقة لا يمكنني غلطان في كل كلام لكن أتمنى يجي واحد يقول يا عبد العيز هذا غلط وهذا صح ترى وضعنا كذا والمفروض يصير كذا أنا لم تسع لي واحد من أولده في ينبع أعتقد ينبع قال أخي عندي ولد موهوب وشلون أني بغاها يجي إلى الأكاديمية قلت والله يا أخي تجيب الأقلات تجينتوا إياه وعائلتوا وتجيوا للأكاديمية من زي كذا ومرة واحد شباب من جيزان يقول عندنا فريق كرة قدم والله لو يلعب يقول لي لو يلعب بالدور المحترفين نفس قلت وينها طيب يروح يلعبون في الأندية جيزان أو المناطق اللي حولها أنا أقصد أن عندنا مواهب عندنا إمكانات عندنا كوادر عندنا أشياء لكن تحتاج إلى إعادة نظر وتحليل للواقع حتى نخرج بنتائج حقيقية يمكن أن يكون غلطان في كثير من كلام لكن مستعد لأي مناقشة أو استفسار أو ليش قلتها الكلام الهدف طبعا مصلحة وطنية لا أكثر الهدف المصلحة وطنية ولا أنا خلاص متقاعد وهدفي الشباب السعودي يستطيع أن يلقى فرصة والشباب السعودي قادر بالمناسبة من خلال تجربة من عملوا معنا كمساعدين أو في الشباب وحتى في الجامعة والله بعض الطلاب في التربية الرياضية يستطيع أن يقوم بكلية كاملة كمشرف رياضي وهو لم يتخرج بعد فالإمكانات موجودة والفوادر موجودة بس من نحي الفرصة طيب أجعل نقطة أخرى في إطار الابتعاث يمكن ناقشناها كثير قبل لكن الهدف مننا هو تعويض خلنا قلبي مثلا ما يحدث الآن بالنسبة لللاعب إلى جانب وتعويض أن اللاعب السعودي لا يحتفى خارجيا والدليل أنه يمكن عبد الكريم عبد الحكيم ويجري في حواره ذكر أنه من المجموعة السابقة تقريبا 18 لاعب السعودي الآن موجودين في أندية درجة ثانية ومتعيش في مختلف دولة ربية وبالتالي ربما يكونوا موجودين في المنتخب القادم منتخب مثلا 27 أتمنى ذلك لكن دعني أقول الهدف الأول أو المعلن لإبتعاث وش سق المواهب لا تعويض اللاعب السعودي على الاحتراج إذا مهم جدا لا سمع إذا وزارة الرياضة والأندية والاتحادات والجامعات التخصات التربية الرياضية والعمل والبرامج الرياضية اللي بث 24 ساعة لم نستطع إيصال المعلومة لللاعب السعودي كيف يحترف يا أخي أجي نقفلها كله معقولة هالمنظومة بهذه الضخامة نعجز أن نوصل لللاعب كيف يحترف أروح أوديه عشان شلون يحترف شلون ينام وشلون يأكل وشلون يتدرب وشلون يهتم في نفسه وشلون ما يدخن معقولة يعني في هالوقت أقبلها قبل 40 سنة أقول فعلا الشباب ما بعد يعني ما فيه ما أحد متعلم لكن اليوم معقولة أنا أرسل لاعب لأوروبا منتخب ابتعاف عشان يتعلم الاحتراف هذا تنقيص من كل الكوادر الموجودة تنقيص من الأندية مثل الطالب اللي يجي برحلة معينة ويبتعث خارجيا ويتعلم خارجيا ويأتي لمزيد المعرفة هذا مش لاعب هذا مش لاعب أنا أرسلته مثلا يدرس تخصص معين يجي يدرس الطلاب هنا هذا هو وشلون يدرس الطلاب وشلون يعلمهم يجي وبعدها بمناسبة من اللي يروح الاحتراف اليوم الابتعاث الخارجي منتخل الابتعاث من اللي يروح له دعبين مواهب منهم المواهب هم تدريجون للأندية الكبيرة اللي عندها مواهب فريق درجة الشباب مثلا 30 لاعب يقول نبغى اللاعب الفلاني قال لا هذا يلعب معي في الدوري إذا بتاخذ خذ رقم 40 أما رقم 30 لاعبين يلعب معي في الدوري ما قدر يفرط فيه يعني إذا حصل مواهب في الأندية يرفضون بعضهم يلعبون في دوري يقولك لا لا يلعب معي في دوري وأنا نافس على البطول أقول لك المتميزين حسن ما سمعت من بعض المهتمين في هذا الجانب اللاعب المتميز جدا النادي يرفضه يروح مع المنتخب لابتعاد وربما تكون في ضغوطات عائلية أو والد يجبرهم يأخذونه لكن كفلسفة عندي لا يقولك هذا يلعب معي في الدوري في دوري الشباب بالتالي تعتقد أن المردد ما حيكون جيد ممكن يكون فيها مددد ممكن يطلع لعب موهوب أبقري ويبدع من خلال هذا المنتخب لكنها آلية خاطئة أنا في رأيي أنها آلية خاطئة رأي خاطئة الحل أشتغل هنا وين القصور في الأندية عالج القصور مثل مثلا الفريق الرديف هذه معالجة خاطئ والفريق الرديف أيضا أنت برضو معالجة خاطئ برضو أنت انتقت أو عرضت الدوري الرديف موه أنا حتى الأندية الموسم هذا سبع أندية فقط لوافضه سبع أندية لعبت واعتبروا تجربة جيدة تحت القدم من اللي حكمها جيدة تحليل الجهة المعنية جهة المعنية جهة المعنية من هي تحت القدم تحت القدم فيه لجان من ضمنها لجهة النية اعتبروها ناجحة أتمنى أن نشوف دراسات وبالتالي أقرواها السنة الجاية تمرين أنا شفت من ضريات فقط الفريق اللي باقي من اللاعبين يلعبون اللي ما لعبوا المباراة منتقى فريق الدوري الرديف الدوري الرديف إضاعة للوقت حتى حطيتنا عنوان مقال ولا حتى تسأل فيني أنا كنت أتمنى يقول لي كلامك خاطئ يا عبدالأسيس ما عندي مشكلة أنا أقبل أعطيك المثال لا يقول لك دوري الرديف أنا كتبت دوري الرديف إضاعة للوقت هو قد يكون كابي بيس مثلا يقول من النموذج كان أول الدوري الأممبي أي خلاص ارفع الشباب أي ممتاز ارفع الشباب وحدد درجة شباب أو يعني بداية ما تسير 19 مثلا خلها 20 وخلها دوري قوي مدعوم إعلاميا لكن كل اللي فيه تحت العشرين خلها تحت الواحد العشرين لكن اللي ما لعب أمس وعمره 28 سنة و31 سنة يلعب في الرديف هذا موجود طيب موجود في دورية الربية ربما مختلف لأن يسوق اللاعب ويبغى يلعب ما يتوقف عن المباريات لكنه مو بحل التطوير حنا وجدنا اللاعب الأجنبي ما أخذ محل السعودي قلنا السعودي ما يحلق حل إلا في الرديف هذا يضعك لوقت هذا يا بوحمد يضعك وقت يحترم رأيك لا يحترم رأيك لا أنا ما أفرض ما أفرض من كلامي صح ممكن على خطأ لكن أنت تشوف اليوم الرديف ما حد يتابع اليوم أنت لما تحدد العمر ترفع درجة الناشئين سنة ترفع درجة الشباب سنة ترفع درجة الأولمبي سنتين في الحالة هذه حتجد فرصة أن اللاعب يلعب بسن صغير يستطيع أن يفرض نفسه ويثبت نفسه ثم يطلع لكن حتى لو لعبت تحت وعد 20 سنة أبو أحمد وبرز وطلع عمره 22 سنة يروح فريق أول بيقعد أربع سنين احتيام مثل خالد الغنام مثل الجوير مثل الثاني والثالث أربع سنوات ما يلعب لثلاث مبرايات أو أربع مبرايات أو خلنا نقول أربعين دقيقة في موسمين أو ثلاث مواسم لن يتطور اللاعب لن يتطور أبدا إما أن يحترف بره ويلعب صحيح أو أن يلعب في الدور السعودي القوي اليوم تستقطب لاعبين وتبغى لاعبين يكونوا في دوري قوي أنت عندك دوري قوي طيب أبو وليد أجي على خضية رينارد رينارد يعني في مرحلتين انتقدت قلت له جبان وصفته بالجبان في مرحلتين 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 مرحلولة لما كان كأس العرب قلت أنه كان هناك جبان 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 جدا عندما أوكر مهمة لمساعدة في بطوط العرب وتركها وبعدين في مقال آخر قلت أنه هروب لما استقال بعدما جدده مع العقد بعدما انتهى كأس العالم وبعد آخر بدأت ألعبها أنه استقال بحجة أنه جاء عرض من المنتخب الفرنسي للسيدات وقلت هنا لكن رينارد بهذا الهروب يثبت أنه جبان للمرة الثانية ويفقد تفتقد روح التحدي صحيح أعتقد لو كان هذا الوصف من إعلامي كان أنت كمدرب أشتدت غضباً على هذا الإعلامي صحيح صحيح أنت اليوم كمدرب بما أنك صباح تناقض لأني أنا كنت معجب في أدائه أنا عملها الفني جيد للأمانة اختياراته اختياره للتكتيف تفاعله مع اللاعبين وأنا انتقدت هنا فيه برضو في موقف مع فراس البرايكان موقف سيء جداً لكن اللي هو كراس مع كراس وللأسف إعلامنا طبق لما قال عشر دقائق لما قال إذا ما تلعب أنا أسوي فيها طبعاً تسجلها ليش كل المدربين يرفعوا صوتهم على بعض اللاعبين للتحديث لكنك تصورها تخليها فخر للمدرب والنيوم صرخت عليه نزل في الملعب وسجل هذه استنقاص نقطة سيئة جداً للي ناقلها يعني المفروض مدير المنتخب يمنع التصوير تماماً هو يصور يصير خاص للمدرب أو الهدارة ما ينشر ما ينشر هو يقول لما صارخت عليه وهزعت جاب هدف جاب هدف وهذا ربط سيء جداً للغاية فهذا خطأ أنا أقول مدرب ممتاز وتابع عمله الفني في التغييرات في الاختيارات في طريقة التكتيك في الثلاث الأول يعني فيه بصمة مدرب للأمانة بطولة العربية أمامك خيارين أما أنك تكون مدرب ولا تسلم المنتخب للفريق الأولومبي المنتخب الأولومبي وتنسح من السح أما أنك تروح تأخذ الفريق وتجلس في المنصة إن حقق تقول لنا توجيهاتي وخذت البطول إن أخفق تقول لها مساعدة المدرب وحنا أصلاً ما اهتمينا في المرة حتى اللاعبين أنفسهم أنت أسأت لهم لذلك المدرب أسألهم طيب أنا ما أنا بكوف وتدربني وتقعد في المنصة يعني أنت أكبر مني ما أنا بكوف أمثل المنتخب هذه الرسالة سيئة لللاعبين وأنا متأكد لو نزل معهم ونظم شغله زي ما يشتغل مع الفريق الآخر أنا متأكد لنتائجها حتكون أفضل وكان عندهم طموم وعندهم تحدي اللاعبين لكنه أصلاً كسر مجاديفهم قبل يبدأ قبل الدرب وطولة في جلوسة في المنصة وأنت انتقلت في هنا أي أنا فيها جزية هذه الجزية الثانية لما لعب وشاف بدأ يقيس السلمان مصاب والثاني مصاب وهذاك نازل مستواه واللاعب وبدأ يحسبها وجد أن الفريق ما حيكون جاهز أن اللاعبين السعودي ما يلعبون بوجود الأجانب فاللاعبين السعودي لما تجي لماذا يحط معسكرات طويلة عشان يعوض بزعمه معسكر الطويل كان قبل مبكاس العالم طبعاً طبعاً اللي جاهز اللاعب المبرات ما هو بالتمرين والمعسكرات إلا فريق ما عنده يعني ما يلعبون في عندي مثلاً يعني هنا ممكن يكون هروبة مبررة بما أنك أنت ذكرت في المقال أنه يعني تأثير اللاعب الأجنبي وأن دائم تتكلم عن وجود اللاعب الأجنبي وأنك أيضاً أنت توقع انقراض اللاعب السعودي النجم جداً بالتالي أنت هنا أيضاً فيه نوع من التناقض يعني لا أنا أقول جابان يعني على حركته هو جابان هرب لأنه عارف أن المستقبل لا سيكون جيد وقرعها فنياً لكن لو تحد أنت ليش توقع طريق مدام كانت عندك هذه الدراسة وأنك تعرف أنه لو اعتزل العمري والعويس والسلطان الغنام والثاني والثالث والفرج وسالم ما أنت بلاقي بودلاء ليش تجدد وليش ما تنقلها للاتحاد السعودي هل ربما هو ناقشنا أتمنى أتمنى ناقلها ولذلك أنا طالب أنا طالب بالتحليل من مختصين وطالب الزملاء في الاتحاد وأنا أثق فيهم تماماً أنهم يعملون تحليل للواقع الموجود اليوم في الرياضة السعودية وفي كرة القدم على وجه التحديد على مستوى الأندية على مستوى اتحاد كرة القدم حتى على مستوى التحكيم ومشاكل التحكيم وحتى على مستوى الإعلام يا أخي ليش ما يصير في قراءة الوضع هل الآن الإعلام قاعد يخدم كرة القدم السعودية للتطوير أو للتحطين أنا وجه النظري للتحطين هو الإعلام الإعلام يحطم اليوم بطريقة يسأل اللاعبين يسأل الإداريين يسأل المدربين يسأل الفرق الأخرى بكل الألوان بكل الألوان وقلها المرة الثالثة بكل الألوان وهذه مشكلة سوف يعني بنصل لمرحلة صعبة جداً في المستقبل إذا استمرنا بهذا الشكل عدت مرة ثانية وش أنت دائما أيضاً تطرق العلام واليوم أيضاً تزهيد وتعيد على العلام وش در العلام في هذا المستقبل أسأل سؤالنا هل في برنامج اليوم يقدم النصيحة لللاعب قضية الاحتراف تطبيق عمل طلبات المدرب وعوامره هل هذه مسؤولة الإعلام؟ إيه أنت قاعد برنامج تحيل هل العلام مسؤول اليوم تدري أن هناك محللين تلقاه العصر في إذاعة وفي الليل في حلل في برنامج وبكرة في الجليدة لا بس هل الإعلام ووليد موجه هل الإعلام مسؤول عن تثقيف اللاعب؟ جزء نعم كيف؟ جزء نعم لا أعتقد أن تابع عندما تنتهي المباراة يمكن أن يعد المباراة ترى المحلل وش قال عن أداء في الملعب الآن الناس لا ترى برامج الناس الآن تقول برامج الرياضية مع عدلها روايج لماذا؟ لم يكن لها فائدة ممكن يقول لك خلاص سلطان سلطان اليوم أنا أتابع السوشال ميديا وأكتفي بالسوشال ميديا أنا ما أدري لكن يفترض يكون في برامج ذات قيمة فنية في التوجيه في التصحيح في توجيهات اللاعبين يعني واحد يعني واحد مثلا من تطرق بدون استهزاء من تطرق لموضوع مثلا سالم الدوسري وقصة رأسه ومدريش وسواها مشكلة كبيرة بدل التوجيه العقلاني وليش ما يصير فيه دروس لللاعبين حتى في المخلال البرامج فيه برامج تثقيفية يعني تقدم تقول أنا أعتزتر باللاعب اللي كذا وكذا وكذا وصفاتك كذا وكيف تنام كيف تاكل كيف تبنمج نفسك أبوالد ما لبش انتهى الآن هل أنت تقول هذا الكلام من المتابعة جيد لبرامج والله هنا أعتقد أنا أشعر فيه برامج الآن فيه بعضها جيد جيد بس نسبتها كم نسبتها كم أوكي بس فيه برامج موجودة طبعا ما أعمل لكن لا يمكن تكون كل برامج لا طبعا لا يمكن تكون كل برامج صحيح هادفة نص التعبير أنا ما أعمل هذا برامج هدف الإثارة موجود إثارة مصطنعة فيه فيه برامج كيف الفائد إثارة مصطنعة يعني مثلا أنا أقول لك أعطيك مثلا ليش ما تكون إثارة محمودة إثارة فنية تنافس شريف ما فيه قليل الإثارة مصطنعة أنا أذهب أبعد من كده يمكن كتبت فيه مقال إذا ذكر أعتقد فيه مقال طيقطقة يعني غيبة تحريم الغيبة وذكرت أنه أحيانا يصير تمثيل بين الضيوف عشان نثير وهذا يرد هذا وهذا يرد هذا هذا يستقطب محبين النادي ذهو ويلا تمثيل مو تمثيل أبو وليد اللي يصير اللي يصير يتعصب بين بعض الأمين أنا أقول لك من خلال الخبرة ومتابعة فيه الأمين متعصبين إلى درجة أنه ممكن يناكف الفريق المقابل يتمنى هزيمة الفريق المقابل يستثير هذا يقوله في الدواني هذا يقوله في عفوا مو بدوني البرنامج الدواني يقصي الجلسة في جلسة في الاستراحة في معامل المريض يقول هالكلام أنا أقول لك لكن في الإعلام في أي برنامج في الإعلام يفترض أنك تكون حريص على الرياضة السعودية للتطوير وهي من ضمن المسؤولية العظيمة لمسؤوليتنا كمجتمع رياضي أن نستفيد من هذا الدعم ومن هذا الدعم المعنوي والمادي التي تدعم الدولة اليوم يفترض أن نستفيد من التطوير أبو وليد أنا من خلال متابعة أقولها بكل صراحة وقلتها في أكثر مكان في برامج لأنه عندما يمكن أربعة أو ثلاث برامج من التي أتابعها أنا فيها ناس لهم خبرات جيدة ناس عقلانيين ناس يتكلمهم بمنطق لكن في برامج برنامج أو اثنين أحيانا يكون فيها شطحات في الناس تروح لهالبرامج الشاضحة أنا هذا هذا رأيي شخصي ممكن أقبل أنت أدر مني في الإعلام أبو أحمد أنا أقول لك حتى قنوات التواصل الاجتماعي بشكل عام كما أنت وصلت ذكارة مفتوحة للناس كلها مفتوحة لكن فيها تعثيرها السلبي طبيعا يعني حتى قنوات التواصل الاجتماعي اليوم لغرد مشجع عادي ما عندي مشكلة لكن لما غرد واحد عمرها تجاوز الستين وصاحب خبرة ميدانية مدة عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة بعضهم في الميدان الرياضي كأعلامي أو كمحب للرياضة السعودية ثم تجد طرح ما يفيد المتابع ولا يفيد المشجع هذا إذا كان لماذا ربي يجيل الصغير اليوم على هذه التغريدات وإذا كان واحد عمره ستين خمسين سنة ويغرد بهذا الشكل تقول وش بتسويه يعني يكون في ضغط ضغط موجودة في الإدارة القانونية موجودة في مختلف الأندية وغيرها ممكن تولى مسؤولية لا شك مشكلة لكنها تأثيرها السلبي كبير جدا على المستمع الرياضي وبلد دعنا ننتقل إلى الدوري عشان ما نطول شوي دعونا نخذنا وقت طويل اليوم الهلال وهو يمثل المملكة عبا السعودية في آسيا ووصيف كعس العالم ولكنه بعد عودتها من سيتاميا بالخسارة هجوم كبير جدا على الهدارة واللعبين والمدرب أنت كيف تقرأ مشهده والله يشوف أنا لما تحدث مثلا عن مرحلة الأستاذ بن نافل أستاذ فاد سعر بن نافل مرحلة الحقيقة يفترض على الهلالي إنها مشربة للأمان يعني في الأربع سنوات أنت ماخذ سبع إلى ثمان بطولات وثلاثة دوري وماخذ السعوبة سوبة وماخذ آسيا مرتين ولاعب في كاس العالم وقدم مباراة يعني مشرفة مستقبل من قبل سموي العهد ومرتين في إنجاز قاري أنا أرى أنه مقنع الأداء بشكل عام تتكلم أنت مرحلة أربع سنوات مرحبا سنوات اليوم في المرحلة اليوم أنا ما ألوم لا المدرب ولا اللاعب ولا الإدارة في الأمانة أولا فيه رصيد يشفع لهم إن فيه عمل لو ما فيه عمل ما جاءت النتائج هذه يعني خلنا نقول قبل قبل الموسم هذا فيه عمل ممتاز جدا حصة من خلاله بطوء يعني إنجازات وصعد المنصات وهذا شيء يحسب الإدارة إذن اليوم أنا ما أحاكمهم على عمل أربع شهور ولا خمس شهور وأنسى ثلاث سنوات ونص هذه مشكلة وهذه الإعلام لها دور في تغذية هذا الجانب خاصة من بعض أحيانا اللي يسمونه المحبين أنا ما أحب كلمة محسوب على النادي الفلاني قلتها لك أكثر ممرة ولا أؤيدها أبدا تماما لكن مدام أنت سويت نفسك محسوب على النادي يفترض يكون تقدر الجهد اللي يبذل وتسمح ببعض خلنقوا تراجع المستوى عدم التوفيق أحيانا الخطأ في ناس يأخذون السنة الرابعة ويحاسب نعم نعم المفروض تكون تتويج ثلاث مواسم أو العكس قد تكون خلال كبير وتأثر على التقييم العام شك ترعى لفكرة أنا يعني يعني أقول الله يعين إدارات الأنبياء ليس الهلال فقط كل الأنبياء الضغوطات من القريبين تؤثر حتى على العمل اليوم تغيير المدربين تغيير اللاعبين عدم الاستقرار في غالبية الأنبياء السبب الضغوطات وليست الضغوطات جماهيرية لأن الجماهيرية صعب لكن أصحاب الرأي المؤثرين أصحاب الرأي المؤثر يضغط بحيث أني أنا حتى لو عندي خطة معينة نتاجها ما بعد تبين ما تخليني أنا أصلا طيب في إطار الهلال بطولة تاسية لأخيرها لا هي حدث الناس فنيا أنت كيف ترى أسباب خسارة الهلال بطولة والله أنا الناس يرون أن البطولة كانت سهلة أمام فريق ضريف لا ليست سهلة لا ليس أفضل أنا شوفت فريق منظم جدا اللي هو أراوة فريق منظم جدا من الرياض الهلال أخطاء خطأين المدرد دياز أخطاء خطأين الخطأ الأول خطأ الأول مهم عدم إشراك كاريو في المباراة الأولى طيب الخطأ الثاني البحث عن هدف ثاني بعد الهدف الأول أنت هدف بدون ما يسجل أراوة أنت رايح في السليم البحث عن هدف وترك الفراغات خلف المدافعين وأمام عبدالله المعيوف غير مبرر نهاية لا بد المدرد يتدخل ويعيد اللاعبين إلى نصر الملعب تماما والمقاتل على الهدف هذا خطأ فني دقيق جدا لو المدرد بعد الهدف خلنا نقول بالغ في احترام أراوة ربما انتهت النتيجة ثاني صفر أو ثلاث صفر لكن هو كان يريد أن يحسم البطولة من الرياضة وهذا خطأ فني استراتيجي لم يدرس من الجهاز الفني الإدارة تتحمل جزء المغلوظ أني أسأله ويش اللي هو وضع طيب أنا لما سجلت هدف هل أنا هل ألعب ضد منافس قوي ند أو أقل مني منافس ند فريق جيد فريق لم يجهد ما لعب إلا ثمان أو تسع مباريات في الموسم أنت لعب بطولات ومسفريات وتنقلات فهذا الخطأ الأول أيوة خطأ الثاني الرياض في اليابان أنا في رأيي كان ما يفتدى بي قاله لاعب بحجم موسى مريقة أهم عنصر في الهلال خاصة مع سعود عبد الحمد جبهة مهمة جدا مؤثرة على الطرف لو أشرك الحمدان أو الشهري محل إقالو نفس المهمة صعيح هذا كأميز كهداف ما ننكم لكنك أنت مجبر إما أن تلعب بموسى طبعا الثلاثة الآخر جيد ما عندنا مشكلة يقولون طبعا آسيوي ضروري كاري وميشيل طرفه مهم جدا لكن الخيار كان بين إقالو وموسى لو لعب بموسى كان أقوى هذه الغلطة الثانية في المباراة غير كده ما هذا القدر في النهاية منطقية تماما طيب هل أرواه في المباراة الثانية على الأرض كان أقوى من جدا في المبارتين التنظيم الدفاعي اللي عليه الفريق في المبارتين كان مثالي مثالي جدا ودلالة على أن فيه قراءة فنية للفريق الهلال في هذه القضية من يتروح ألعبه فقط أنا لازم أدرس دراسة يعني مدرب الفريق الياباني تتفوق على دياز في المبارتين طيب واللاعبين اللي مثلا لجوم الناس تتكلم عنهم في المبارات الأولى ماريقة كان سيئة سالم كان سيئة سالمان كان سيئة أنا تبطيك كنو كان سيئة هذا الناس تتكلم ما كانوا سيئين بقدر ما كانوا شوف المدرب المبارات الأولى فكر في مبارات الدحين لو كان كاريو موجود وشاف اللخبطة اللي صايرة في الملعب كان أعاد كاريو ثالث ثلاثة في النص وحلت المشكلة حاول يرقع جاب سالم مرة وسط جاب مدرمين وأرهق اللاعبين وأنهكم ذهنيا لكن لو كان كاريو موجود حل المشكلة طيب هل أنت مع بقاء ديازة والله هذا يحتاج إلى تقييم فني في العمل يعني أنا أعطي لا لا أقدر أحكم يا أبو حمد أنا ما أدوش يصير التهربات تتهرب أنت من إجابة لا 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 أنت مدرب وتعرف المعيير وتابعت الفريق في الموسم كاملا معلش يا محمد الناتج يعني زي إمباراتوروات ممكن يكون خطأ حكم خطأ لاعب أنت قلت مدرب أنت أول أول من حملت في الإمباراتور في جزئيات في الاختيار في الاختيار في الاختيار أنه ليش ما بدأ بكاريه في الرياض هذا خيار مهم لأنه لاعب منظم في الأداء مهارته جيدة يتخطى المنافش خسر السوبر وحقق دوري بفارق نقاط تعدان دوري أنا تكلم السناني تعدان دوري خلاص ما عاد في دوري الآن لا لا أنا عارب بقيله كاسمه لك حبوب وحمد المدرب التقييم على جزئيات قراءته للمباراة وإدارته للمباراة والعمل الفني السابق المسبق أسبوع المباراة نسميه أسبوع المباراة والموسم بشكل عام ما أقدر الأسبوع المباراة والموسم ما أقدر أحكم عليها من المباراة طيب بالله أجانب الهيال يعني مثلا الكورة اللي أخطأ فيها البلايهف وارتدت على القائم وما لحق عليها المعيوف هل يتحملها مثلا المدرب لوحده طيب هذه أخطاء لاعبين أخطاء حكم أخطاء زميل طيب باللاعبين أجانب الهيال لا من يرحل والله يشوف بريرة طبعا ميشيل ميشيل بيتو لا إذا هذا الطموح فقط حتى يقالوا يعني أنت تتكلم عن موسم قادم في تغيير كبير احسب حسبك الفرج ما هيكون يعني في الحضور باستمرار سواء بإصابات يقدر يلعب الموسم الجاي يقدر لكن ما هيلعب المريات كلها لاعب مؤثر ومهم جدا على الليلال وعلى المنتخب صراحة العمل يجب أن يكون فيه نوع من التغيير خلنا نقول مثلا القراءة الكاملة من إدارة النادي من إدارة النادي ومن خاصة من السادة فهد بن فلج وسعود كريري وحتى السادة بن نافل في قراءة كل شيء ثم الحكم البعيد يجب أن لا يحكم حتى ليتابع المبريات فقط رأيه محدود جدا فقط إدارة المباراة وإدارة المباراة كما قلت لك خطأ لاعب خطأ حكم عدم توفيق تؤثر الله يجانب تحديدا من يرحل قل لي الأسماء مرة ثانية فأكيدا قلت لي أنت أنا أقول ميشيل فيها آين فيها هذا منتع عقد وفي ليرة طبعا ما يرجع بليرة وفي ليرة لكنه يعني يستغنى عننا ميشيل يقاله إذا تجيب رأس حربا يبقى سيبقى موسى يبقى موسى أنا أيد بقى وكاريليا وكويلار وهيون وكويلار إذا تجيب لاعب ارتكاز إذا تجيب لاعب ارتكاز أميز أيها أميز من 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 كويلار أيها كويس إذا تجيب أميز إذا لا طيب خلنا نختصرها حسن من كريبان طبعا بريرة وفياتو من فيه الموضوع بريرة أساسا ومستمع خلاص بريرة عقد ومستمع معاري عنده باقي ثالث سنوات طيب ممكن بعد مع هذه التجربة يصير تغير ويرجع لكن أنا أقول خلنا نحط نقطة أو مصطلح مهمة جدا إذا بتجيب أي لاعب بتمشي أي لاعب بتجيب أفضل منه ممتاز ليس فقط في الهلال في كل الأن في إطار الهلال هذا الموسم آخر نقطة في إطار الهلال ضغط المباريات إلى درجة النهلال كان يلعب كل ثلاثة أيام مبارات الحال كان التدوير من تحمله هو لجندة محدودة بأيام فكان لابد من القرار هذا القرار أنا في رأيي لو كنت صاحب قرار وقال ركز على بعض البطولات وخاصة دوري الطويل الشاق واللي في منافسة ألعب بكثير من المباريات بالبدلة يعني تقبل أنك تلعب كل ثلاثة أيام مبارات هذا لم يعمل وش تسوي بذا قال لك أنا لازم أنتهي بحد معين أنا ما أقول أن الصح أبو أحمد أنا ما أقول أن الصح لا تأخذ لم يعمل بها لم يلعب في أي دوري في العالم إيه بس هو محدود بمدة الحل أنك أنت أنت مشارك كاس عالم وتصفيات في البداية كاس عالم ولاعم مباريات كلها قوية كلها قوية يعني الهلال يعني الهلال يضحي ببعض مباريات أي نعم هذا أقرأ هذا كان افترض الآخر سؤال في موضوع الدوري اتحاد النصر الشباب الآن تقريبا ثلاثة هم المتنافسين فنيا أتكلم من الأكثر وخصوصا ترى الاتحاد بلعب مع الهلال والنصر بلعب مع الهلال والشباب بلعب مع الهلال لا نصر مع الهلال نصر 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 مع الهلال مع الشباب صح؟ مع الشباب يعني نصر الشباب اتحاده هلال اتحاده شباب هي بالترتيب بالاتحاد النصر الشباب من الأكثر الاتحاد عنده مشكلة عنده أربع لاعبين أو خمس لاعبين غياب أي واحد منهم اللي هم الحارس حجازي روما الحمد الله أربع وكرناد وبعض لا ممكن تعوضها لكن الأربع ذولي لو يغاب اثنين منهم أو يغاب واحد في مباريات مهمة تؤثر على عطاء اللاعبين على الفريق بشكل والنصر النصر النصر تدلش مشكلة راجع النصر عنده عدد كبير من اللاعبين مستواتهم وتقارب المحليين فما قاعدين يأخذون الفرصة حتى يلعب كثير أصل يهم الخيبرية الحسن السلطان فهذا العدد من اللاعبين كل مرة يجربون لها المحبين المحبين خاصة من الإعلاميين يضغطون في كل مرة إذا لعب الحسن قال لا المفروض يلعب سليه وإذا لعب سليه ممارد يلعب الحسن طيب يعني أنت ترشل النصر مشكلتها ممكن أيضا يكون يتأثر بهذه المطارقات بالغيابات تلسكلا ويغابي تأثر الآن كريستيانو مهم جدا عن الناحية المعنوية عن الناحية المعنوية عن الناحية المعنوية مشكلتها في إصابات بعض اللاعبين النجوم الكبار خاصة لأجانب وأنا أشوف الضغط أسميه الإداري أسميه الإعلامي جماهير المحبين لا الجماهير أهون جمهور النصر محب وعاشق ويحضر النصر جمهوري يحضر حتى ويخسر مثل دعونا نحمل نسبة على الإدارة يعني باختصار الشباب لأنه الآن برضو عنده تحدي كبير الآن وممكن لو صار في بعض الخارج يعني الاتحاد ونصر الشباب لا علي ضغوط ممكن حق الدولي توقع كم نسبة تغطيه أنا أقول 20% من الشباب لا تعدى أو ممكن 10% لكن النسبة الأكبر الاتحاد والنصر ومتقاربين لا تشمتائجهم اليوم أنا ما تابعت حساب هل لديك أي إضافة لما تحدثنا في طول الساعتين لا أنا في إضافة لكني أنا لازل تؤكد أننا أمام مسؤولية عظيمة جدا في ظل هذا الدعم من القيادة الرشيدة أن ننهض برياضتنا بشكل أفضل بكثير مثلا ذكرتني بالأولمبيادة السعودي اللي أقلي عملنا جوائز ضخمة بدون أن نؤسس للعمل الفني في أرض الملع الميدان سواء ألعاب قوة ألعاب مختلفة ما أسسنا اليوم حتى على مستوى الأجانب انتقل إلى الطائرة والسلة بعداد كبيرة جدا على مستوى التدريب على مستوى اليوم اليوم يجب أن نطرح الثقة في الشاب السعودي مدربا مترجما علاج طبيعي طبيب مدرب حراس مساعد مدرب ما يمنع أنك تستعين ببعض المدربين الكبار المؤثرين وتخلي السعودي يتعلم منه هذه مهمة جدا لكن لابد أن تمنح اللاعب الشاب السعودي أو الكادر السعودي الفني المتخصص متخرج منترب الرياضية ما أخذ دورات ما أخذ تخصصه ماشي فيه كويس اليوم في مبدعين في العلاج الطبيعي في كل مكان فأنا أعطوا فرصة طبعا يتحمل أول من يتحملها وزارة الرياضة ثم الأندية أنا نفسه مثل ما أنت نجحت كرئيس نادي وترى أنك أنت ومجلس إدارتك تستطيعون تديرون العمل يستطيع الشاب السعودي في تخصصه في ناديك أن ينجح ويتميز ويقدم نفسه بشكل ممتاز اللاعب الأجنبي تدرس بعناية وتمنح الفرصة للاعب السعودي يلعب في الميدان تدقني في لاعبين اليوم في لعبها لاعب ممتاز جدا سي تسمح خلوه يلعب نعم لاعب وسط متقدم حتى أنا دائما ذكر نسيت والله أسمح نمسة ممتازة خليه يلعب من لاعب المواهف الجيدين جدا وكثير ترى زيها نعم الجوير الغنام المدروين كلهم والأخير قناعة مدربين أبو لي لا أسمع الشديد قناعة مدربين وفرصة في الميدان وحيانا لا أريد أن أسمعه جبن من مدرب طبعا قدم أنه خوف من اللاعبين الوحيان الكبار الكبار أو ضغوطات الإدارة نعم أبو لي استمتعنا بالحوار معك شكرا جزيلا على هذه الساعتين الجميلة التي فيها نعم من الصراحة نعم من التراء المعرفي وأيضا خبرات طويلة جدا في المجال الرياضة وخصوصا أنك يعني ابن الميدان حق وحقيقة وحتى في الشهادة والدورات وما إلى ذلك أتمنى لك التوفيق شكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق وإن شاء الله نتقيكم في بودكاست تجربة مخل الملف في الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر